يا الله حي الشباب يا مرحبا يا مرحبا و الله بشعيب و يا مرحبا و الله بماجد عاد آخر فيديو صورته أنا و شعيب كان يقول لازم بعدين نجتمع أنا و ماجد العامر و قلت وشي أحلى من إننا نجمع الاثنين في فصل ألف و مية و واحد الله يسأل علشان نشوف ناس تجلد في دراغون من جهة و ناس تجلد على بلني من جهة الاجتماع كان سريع جدا يا وجه أحلى شيء أحلى شيء جدا 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 هو الحلو أن أودا ما شاء الله عليه يعني على آخر السنة يبي يقلل توقفاته بشد حيلة ولكن ستل السنة هذه يعتبر أعلى توقفات في تاريخ أودا للأسف يب يلا ما علي طيب يا أخوان للأمانة يعني الفصل ألف و مية يعني كان مزيج ما بين يعني حزن بس أقل حزنا وأقل تعاسة من الفصول الماضي هذه ما فيها كلام بحزن بس أقل بكثير صراحة من الفترة الماضية وكمان فيه يعني أشياء أثلجت صدورنا للأمانة يعني في أكثر من نقطة بنسول فيها خلونا نأخذ الفصل يعني نقطة نقطة ابتداء من حابة حابة أيو ابتداء من لقاء كوما ولوفي اللي مش لقاء يعني ولكنه في الواقع اللقاء يعني أمام عيون المتابعين لقاء لوفي وكوما الذي لم يتم في الفصل في الفيديو الماضي أنا وشعيب كنا نتكلم عن إنه كيف إيش ممكن السيناريو المحتمل اللي تم لو كوما قابل لوفي شعيب قال ممكن يكون قابله بس لوفي نسي شكله وأنا قلت ممكن يكون قابله بالفعل هذا واستخرج الذكريات المعينة دي بلقاهم وحدفها ولكن اليوم أنا عكسكم أنا قلت ممكن شافه كوما شاف لوفي بس لوفي ما انتبه لكوما قلتها والله سبحان الله صارت وقلتها في بث المنكة بشكل عام يعني لقاء لوفي وكوما كان سريع جدا يعني وما كان فيه تطرق لأمور كثيرة سوى إنه كان فيه شيء قابل للنقاش ممكن يعني نقدر نسولف فيه شويه اللي هو استشعار لوفي لهالة كوما كان شيء غريب جدا كون لوفي أصلا لسه وقتها يعني مبتدئ جدا إيش ممكن يكون الاستشعار هذا هل له علاقة مثل ما قال إبرا شانكس في أحد فيديواته هل له علاقة بعرق البكنير نفسهم لهم كده وجود معين أو حضور معين تلميحة إنه لوفي ممكن يكون عنده تمكن بسيط من الهاكم إيش 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 اللي ممكن نطلع منه من ديل اللقطة بحد ذاتها أنا شوف الصراحة شي عادي فانت معي لأن لوفي قال لك أنه هزم جميع الوحوش لتحكم الجبل فقصت أنه اشتشعى لهالة كوما يعني في شخصية قوية يعني هالتها طاغية فشعر ممكن تقول أوكي في شوية هاكي هيك مدفون فانت معي لكن أتوقب أنه قصت أنك تستشعى هالة شخصية قوية قوية يعني لو تقارن كوما فتيكرفتها معلوفي فوق شاسع جدا فشعر بأنه في شخص قوية وشي ما هذا طبيع ما أبغشت فلسفة هذه النقطة أشوفها أنا عدت على مرور الكرام مرور الكرام بأنه فقط أنه شعب أنه في شخص قوي زي ما قاعد يتعامل مع الحيوانات ويحس بأنه في شخص قوي هنا وشخص قوي هنا وأتوقع أتوقع بأنه نفس القصة صارت يوم ما عافش يوم كان يتدرب معا لي لواحد الجزيرة لأول معها كان فيه كتير وحوش ما عافش إذا كان لوفي استشعى بأنه في مخلوقات قوية وشي ما هذا القبيل ممكن أشوفوا شي لا إوادي هيك ممكن يكون مع أي شخص غريز مع أي شخص اللي صار في جزيرة ريلي من هندربون كان لا لا مو أمزول اللي كان جزيرة التدريب من أمزول اللي راحوا له شي اي اي كان ريلي اللي استشعر بقوة كل الوحوش وقال فيه أكثر من خمسمائة وحش أقوى منك حاليا لوفي لأنه فقتها ريلي كان متقن للهكي تنبه بس إذا بنقارن هذه اللقطة مع شي ضهر عند لوفي قبل لا يتدرب على الهكي لقطته يوم كان بيهجم على ميهوك وقف ضربته في نص الطريق وقال أنا حسيته استشعرت أن يدي بتنقطع أيوة هذه في المارينفورد حرب المارينفورد قبل لا يتدرب على الهكي هذه زي ما قال شعب أتفق مع أنها غريزة يعني نقدر نقول لي استشعر فيه هو ما استشعر بالهكي زي ما تقول استشعر بشي يسمونه السكي اللي هو نية القتل أو يعني هيبة الحضور شعب بالخطر يعني أي أيوة بالضبط لأن حت الوحوش اللي جنبه هو في بداية المكان ملاحظ هو كان كومي يراقبه ويطالع فيه بنظرات مرة يعني مصدوم من القوة بنفس الوقت أعتقد أنه يعني كون أنه قاعد يتمغط يتمطط يعني وهو قال حق جولي ريبوني في الحلقة أنه ما نعلم شكل الجوي بوي فالشعور أنه أي حقاً أنه اللي قدامي هذا هو الجوي بوي فهذا الشعور والرغبة اللي عنده الجامحة في أنه يقابل الجوي بوي خرجت كسكي كغريزة كنية قتل اللي درجت أن النمر والتمساح ارتعبوا فبعد ارتعابهم لوفي استشعر دي اللي خايفين من إيش مو مني يعني أنا كلهم ما رحك لكم فحس بشيء وراه فالتفت اللي على طول كما طير نفسه حرب دون أن يلاحظ لوفي أو ينتبهنا فهنا لوفي اعتقد أنها مدام أنه في غريزة يعني حتى نوجه على غريزة وحش الجبل اللي لم يهزم حتى لها أقوى وحش في الجبل غير كذا على طاري معرفة كومة لوصفة الجوي بوي أو نيكا برضو في الفيديو الماضي يا شعيب لو فاكر كنا نتكلم أنه هل كومة شاف لوفي وعلى ضوءه قال أنه ممكن يكون هذا الجوي بوي وعلى ضوء هذه المعلومة البسيطة ساعده مش فقط لأنه ابن دراغون بل لأنه قد يكون الجوي بوي المنتظر أو نيكا بالتحديد وقتها أنت قلت لا مستحيل يكون كومة يعرف نيكا وقلنا ممكن وممكن أيها بس أنت كنت تشوف أنه الأكبر أو الأرجح أنه لا هو قاعد يساعده علشان دراغون وهي حاجة صراحة منطقية بالفعل يعني أو ده ممكن قاعد يحاول يقنعنا من البداية أنه لا هو ما قاعد يساعده لأنه ابن دراغون وهذا أمر طبيعي بيصير يعني بس التفصيل الكبير اللي دخل فيه أودا في مساعدة كومة للطاقم أمر ملفت للانتباه للأمان مما يعني أو مما يوحي أنه ربما فعلا مساعدهم لأنه معتقد أو مؤمن حاليا مو متأكد مئة بالمئة بس مؤمن أو معتقد قد أنه يكون هذا الشخص هو فعلا الجوي بوي يب كون شوف تره هو ممكن يعرف عن القبة على القشية شيء شانكس وروجر يعرفون بس كومة ما يعرف عن القبة على القشية بس يعرف ميزة ثانية أو صفة ثانية من صفات الجوي بوي أنه عنده قدرة على تمدد خواص المطاط خواص المطاط وقالها لأبن لتو فبالعكس هذه ترميلة حلوة أنه من يعني هو يوم يجي مع دراغون في حديثة سابو دراغون كانت عينه على لوفي كان يراقب لوفي بس ما قال حق لوفي أنت أبني ولا وضح يعني هو كومة انتبهل ايه كومة انتبهل ففكراً هو شاك إن هذا فعلاً ابنه وجاه هنا عشان يتأكد هل هذا ابنه ولا مو ابنه يوم شافوا يعني كلمته يعني إحنا كنا نقول طيه مو منطقي في ذاك الوقت يوم يتقابل معافة رخبيل شابودي عفل في ثريربارك في حدث موريا وهو طالع قال كذا لقد جمع ابنك يا دراغون أصدقاءه كذا 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 كلمته ماذكرش في الكلمة اللي كرامة ضغط مصر قال كما هو متوقع من طاقم كما هو متوقع من ابنك يا دراغون أيوة فأوكي انت كيف حرفت انه ابنه يعني كون انه مطاطنا يعني انه ابنه فالحين قادم عطاك إجابتين في الفلاش هذا وهذا بدأ عوده كالعادة إجابة أن عطاك فلاشباك بين كومة ودراغون إنه في تلميح أو وفي شك عندكم أن هذا ابنه وحين تعكد خلاص بعد ما شافه والتلميح الثاني يوم جي شافح المرة الثانية وشافه يتمغط يتمدد فعرف انه برضو هو الجوي بوي فمن الجهتين يعني مع أني أنا مازال معني ها ايش 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 يعني ما بغاش أقولك بأنه ما يعرفش بأنه يلوفي هو الجوي بوي أو هو نيكا ولكن ممكن هذا احتمالي بأنه واضع احتمال احتمال فتي فتي ممكن 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 هذا هو نيكا لا أنا معترض أنا معترض على الكرام ليش ليش أنا معترض بتظهر طرف الوصول الجاية سبب طلب كومة من دكتور فيغا بانك أن أبقيني يعني عطني المهمة الأخيرة أن يحمي سفينات لمدة سنتين اي راح تظهر وهذا هذا الطلب يعني وحتى ممكن الجملة اللي دارت ما بين ريلي وكومة فيه ناس يقولون إنها ظهرت كامل أنا أقول لا لسه ما ظهرت كامل فيه كلام قال لما قال له أنا من الجيش الثوري اي اي قال لها أنا من الجيش الثوري طبعا أنا كنت مضيع وجابوليها في الباث قبل كم اسبوع إنه فعليا ريلي تذكر كلام كومة لم راح عند أما زوليلي جابه يتذكر كلام كومة إنه قال لها أنا من الجيش الثوري كده 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 أنا ما أظن هذا الكلام الوحيد اللي قاله أظن أنه قال له أن هذا هو الفتاة الموعود اللي ينتظر الروجي كما قال حق ريلي أن ترى لوفي هو الفتاة الموعود اللي ينتظر الروجي هو الجوي بوي يعني قال له شيء كذا أتوقع ما أدري يمكن أن يطلع كلامي غلط بس أحس الكاتب بيربطها وبيظرها لنا الآن هذا وقتها الآن يعني فيه شغلات كثيرة دائما الكاتب يخفيها ويطلعها في وقت تقول ألا عن بليسك وشتدت الربط هذا الخبار فأعتقد أن الفصل القادم اللي بعد سبعين طبعا راح يظهر فيها الجملة اللي قالها كما لدكتور فيقابانك ليش طلب مننا نيحمي سفينة سنتين والجملة اللي ريلي اللي قالها كما حق ريلي عشان يقنع ريلي أن يطيرهم كلهم غيرنا بس الجيش التوري وكذا وكذا وغير كذا ما طيرهم يعني طيران عشوائي يعني لا الله علي الفصيل فصل فيهم هذا يروح هناك هذا يروح هناك فلو أنه كان الغرض فقط أنه يهربهم كانوا أدهم لأي جزيرة أي مكان الله عليك التفصيل هذا لا تحس أنه كان قاصد قاصدي يا شعير قاصدي طيب نجي لنقطة دراجون وتعمده في أن يهجر لوفي ولاحقا تفهمه الكامل إيش بك إيش بك إيوة مو متعمد يهجر لوفي إيش بك بحلقت بعيونك في فرق بين كلمة متعمد ويعني مغصوب مغصوب أدى أنه يتعمد يتعمد ولاحقا تفهمه الكامل لتصرفات كوم شعير في آخر لقاء صورناه برضو أنا هو كان يقول دراجون عارف كل شيء وفاهم الطبخة يعني ما حكم على كومة أبدا قال لك لا كومة قاعد يسوي كل شيء لغرض وهذه بحد ذاتها ثقة دراجون بكومة شيء صراحة يشكر عليه ويضاف النقطة يعني أنا بأسمع يحتاج رسيد كبير من النقاط بس خلينا نسمع من شعير أنا بأسمع من الحاقد على دراجون يعني تبريره الآن بعد لا لا شو تبرير؟ يعني أوكي ممكن تغييره نظره تكي ممكن جاي قصدك حاليا يعني العاطف اللي أظهرها أظهرها دراجون راح تشفع قصدي قصدي شوف كل اللي ضاهر في الفاصل بأنه الكاتب أظهر لك جانب ما شفناش قبل من دراجون بالفعل بأنه دراجون هجر ابنه في أسباب عدة خلاته يهجر مثلا قصد الجيش التروي كده وأنه لما سلك هذا الطريق ما يقدرش يعني عنده طريقين إما وحي يصله في طريق التروها ويسحب على ابنه أو أنه وحي يسوي زي كومة أوكي ولكن راح يصيره زي كومة نعمت معي مش راح يصيره زي كومة ولكن راح تكون فيه عقبات وح تكون فيه أشياء وح تبعده عن هدفه راح يصير له زي اللحية البيضاء ولو شفنا نحنا يب خلنا نخلو بمثال اللحية البيضاء أي اللحية البيضاء كان بإمكانه أنه يسحب على اس ويعيش حياته كقرصان أو ما ذلك الله عليك وكادر ولكنه اختار طريق العائلة طريق أنه يروح ينقد ابنه ودخل في حرب ما بغلش نقول لك لا أنا قتله فيها ولكن في النهاية اس كان أحد أفراد طاقمه ولكنه أصلا تدخل لأنه معترا اس بأنه واحد من العائلة يقعد يشوفه أنه ابنه لهذا أشوف بأنه أي نقطة جميلة بأنه لأنه سابقا أطلاقا مشوفنا شيء هيك عاطفي أو شيء هيك من من دراجون دائما تشوف دراجون هيك مش يعني قصدي مش معبش وقعدي يصير شو قعدي يصير لوفي ولماذا ذلك ولكن شوفنا حاليا بأنه بالفعل يعني حتى يوم واحدة اللوغو تارم كان قاصد عشان لوفي كان مقصودة عشان لوفي عشان يشوف لوفي وبأنه من هناك وح ينطلق في ينطلق في رحلاته كقرصان هنا السؤال فيه ناس حاليا يقول لك لما هو سألوا كومي قالوا ما تسأنيش لأنه ممكن رح تسبب مقتلي لأنه الأبناء هم ضعف هم نقطة ضعف يقطة ضعف لابا يعني لو ظلات تسأني وتتعمق معي وحضعف وكذا وممكن فهمت معي الشيء اللي أنا مركز عليه ممكن عن حاف ولماذا ذلك الناس يقولوا أوكي الدراجون قد يضعف ويخرق القاعدة اللي ماشي عليها السنية في المستقبل ويستدخل في حدث معين سوف يكون فيه لوفي في المستقبل كنت معي وهو ما أقول لكش بأن الدراجون وح يموت لأنه لو يموت الدراجون أوه ده هو قاعد يهبت لا لا مستحيل لأنه بعد الدفن هذا كله فجأة يخليه يموت ممكن يعطيه يعني فاينال فايت على القل لازم لازم لأنه 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 العالم نتضه إجاباتنا ونبغى الإجابة لكن لكن ممكن نستنتج ممكن نستنتج من كلام دراجون ممكن نستنتج من كلام دراجون بأنه وسابقا بعد حدث الانيسلوبي قال قال يا لوفي سوف يأتي يوم من ما سوف نلطق يقول اختارلي الطريق اللي يتابيه في النهاية راح ينتبه لهذا ممكن ممكن قد يكون سبب لقاء لوفي مع دراجون تدخل دراجون في حدث لوفي في موقف صعب متمعي؟ أنا ضدك أنا أشوف أن التدخل راح يكون في النهاية لأنه بأنك صاري هذا المتوقع ومتى راح يظهر دراجون خلص بالنهاية لما راح تبدأ الحار ولكن قد يصير شيء ممكن يصير شيء في الأقهات تشارف الوضع صعب مرة جداً بس تدخل دراجون الآن حين كما اللي جاي طيارة بقدرة الانتقال الآن السريع هذا إلى الآن ما وصل كيف راح يوصل دراجون وهو ما يعرف أساساً كما وين رايح ولا يدير حتى إذا ولده موجود في النقهد هذه من النقاط لأنه حتى لأنه حتى يوم كما راح من الجزيرة شفنا بأن دراجون جلسوا عادي وقاعد يتناقش مع إيفانكوف ومع صابو فمتماعي لا لا نقاش مع إيفانكوف وصابو قبل أن يجي كما لا نقاش مع إيفانكوف وصابو بعد ما وحكوما لما وحكوما إيجا صابو قالو دراجون قالو قالو بأنه راح قالو راح ومعاتوش وين راح والله العظيم وكان يتابع سبوع ورا سبوع تلخبط في العالم وكان يشرح دراجون قديش هو متفهم لكل شيء قاعد يسوي كوما وأنه عنده سبب واو واو ما إلى ذلك طيب 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 نقطة اللي وسلفت نقطة الضعف في الأب وكذا أنه الحين في الجيش الثوري عندنا مثالين اللي هم سابوا بعد مستعد ذكرياته راح عشان يقابل لوفي عشان يستعيد فاكهات إيس وكوما اللي هو ابنه وفي كل الحادثتين دراجون ما اعترض على التصرف على فكرة سمح لهم بالذهاب فمن نفس المنطلق لو كان يعني زي ما شفنا إيس أعلن إعدامه بشكل رسمي فكان لو سابوا عنده ذكرياته كان دخل فزع ما ما كان بيوقف فنفس الشي لو كان لوفي اللي معلن على نعدام رسمي دراجون راح يدخل ما راح يوقف في النهاية قالها بصريح العبارة الأبناء هم نقطة الضعف في الأباء يعني أنا نقطة الضعف في لوفي لو مسكه لوفي وأعلنه وهدده يعني عشان كده مبعد نفسه عنه لأنه يعرف أنا قلت أقول مجبر وليس مختار لأنه أنا طالما إني بمشي في طريقة ثوري ثوريين وبكون أخطر رجل أكثر رجل مطلوب في العالم اللحظة اللي يكتشفون علي نقطة الضعف زي ما اكتشفوا على كومة نقطة الضعف شفش سوى فيه زي ما اكتشفوا على اللح البيضاء نقطة الضعف شفش سوى فيه فلو عرفوا لوفي نقطة الضعف قائد الجيش الثوري أي يعني أنا الله 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 يصلح قارب إن كان فضحنا وجفين العدل ولكن قارب يفضح الموضوع الريدي لوفي صار قوي عنده طاقم عنده حلفاء وعنده كده الناس يحمونه على العكس لما يعرفون لو حكومة العالم عرفوا عن إيسوه طفل رضيع كانوا بيقتلون أم ما كانوا بيخلونه ونفس الكلام بالنسبة للوفي لأنه طبعا نتكلم عن روجر مات وخلص بسه كانوا بيقتلوا عن دمه ولكن بالنسبة للدراجون الوضع أسوأ لو عرفوا عن لوفي لو عرفنا دراجون أبو لوفي واعتقلوا لوفي طفل عمره خمس سنوات عشر سنوات إيش راح يسوه؟ ما راح يقتلونه راح يسوه نفسه وسوه مع اللح البيضاء وسوه سوه معه كومة إيه مع كومة فهو أجبر أنه يتخلى عن ابنه مو مختار أجبر عشان إذا أنا بمشي في ذو الطريقين حتى أنا أرجع أعيد الكلمة ذي ألف مرة كلمتهم قال له قرارك هذا أنك أنت رحت تبي تروح مع بنتك تبي تحمي بنتك تبي تشوف العلاج وكذا بتترك الجيش الثوري طالما أن ما عندك ندم عليه راح يروح أنا مو ندم ليتخلي تعالى يعني أوكي متقطع قلبي أبي ابني بس أنا الثورة عندي أهم الشي اللي أنا سويه الهدف اللي أنا بيصلي أهم من ابني ولكن أنا حب ابني وأبي أحميه وهو أعرف أنه نقطة بضعفي لو انتشر خبرنا هذا ابني راح يسوفه حتى يعني أعتقد أنه ذهابه لرؤية ابنه بشكل رسمي أو بشكل علني حق لوفي ماسي ولا حتى تكلم مع لوفي بس شافهم بعيده في زعله وساعده وقال حق سموكر لا توقفون الناس من تحقيق أحلامه هاش ما أذكر الجملة اللي قالها حاجة زي كده يعني ما لا لا مميزة كانت مميزة والله ما أذكرها بس الكلمة الأهم بالنسبة لي كلمة أنه قرصان إذن يعني هذا الطريق تبي ما تبي جيش ثوري ما تبي بحرية تبي قرصان راح فهي الطريق بتروح في النهاية راح نلتقي ليش ممكن وقتها دراجون مو عارف ان ابنها الجوي بوي الأغلب منها مو بعارف بس طالما منك قرصان وانا عارف انك ابني ومن الدية وعزيمة واوا راح توصل الى الجوي بوي راح توصل لملك القراصنة ملك القراصنة يعني ايش يعني راح تقرأ تقرأ البونيقليف وأظهر للكاتف ان دراجون مهتم بالبونيقليف وتكلم معروبا واوا وهي عارف ان في شي صار قبل 800 سنة كما يعرف الأسرار كلها تضح لان حاليا انه طلع عبيط مو زي أول كنا اعتقدين يعرف ام سامو يعرف كل شي بلا 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 دراجون للأسف مو عارف كل شي يعني قاعد يكتشف ايه يكتشف لا هذي حقيقة كنا احنا مطبرين لو بزي ألزوه في البداية ولكن الحقيقة لا تضح لنا انه ما يعرف ولكن يعني كلمتها انه هو جاء اعدام روجر وقال روجر اه سكاسة يبحث عنه وفي اعدام اللي حالبيضاء قال برضو تخشونا اليوم الذي سيجد فيه القرصان الكنز العظيم وكذا بتنقلب عليكم الدنيا وبتصير حرب عظمى هو دراجون عارف اللي الحرب اللي جاية شلون ومتى وكيف ما ادري فهو يعرف ان انت يلوفي يعرف انك انت يلوفي حتى لو صرت كقرصان وصرت ملك القراصنة بنائة الطريق اخر الطريق راح نلجين يتقابلوا وثنيننا مع بعض حلفاء على حكومة اله على نفس العدو السؤال الحين السؤال الحين يا شعيب واللي ودي صراحة شوف وجهة نظرك فيه لانه بالفعل يعني مثير للاهتمام الموضوع في هذه الجزئية فرضا فرضا جدلا بتحليلكم بتحليلك يا شعيب ابتدام من شعيب لشخصية لوفي فرضا فرضا دراجون صار امام لوفي ايش ممكن تكون ردة فعل لوفي انا ما توقع انه لوفي اصلا بيعيره اي اهتمام مدري كذا تحليلي لشخصية لوفي انه اوكي سوات يب هو هذا ما حسن اوكي سلام عليكم كيفك يا بابة طيب اي حرك حركة اه اسوا من كذا اه اسوا من كذا مش هيعبه مش هيعبه لا يعني اذا مش قصد انه مش هيعبه لانه انت خليتني وحيد ولا كذا الخرابيط هذي اوكي انت ابوي اوكي تمام ورصة سعيدة يا باشي حتى يوم شاف صوته اول ما اول ما وحيعف ان هذا هو ابوه اتوقع بانه قال اوه هذا ابوي سلام عليكم متكلمش بازالت تعليق تاني اي مو مهتم مش هيعبه بس بس ترى هذا كله مربوط بشي ما اظهر الكاتب حتى الان اللي هو ماضي تكلمني عنه قبل كم مره اظهر في بث قناة العربية اللي هو ماضي لوفي تكلمت كلكم موجدين ياب ياب حتى انا انا كنت قلت في احنا المقاطع بانه في فيه فيه جزئية ان العالم غير مستعد حتى الان هذا اللي انت قلت العالم غير مستعد اللي لاضي الجوي بوي لك الجوي بوي انا كنت لا تكلم عن نيكا اي تتكلم عن الجوي بوي السابق انا تتكلم عن الجوي بوي الحالي كنت قلت في احد المقاطع لما بدت قصة هذي حلم لوفي تتودد بانه فيه هيك فيه جزئية من ماضي لوفي اوه ده ما مزال ما اظهرها اوكي فهذه النقطة اذا لوفي ما يذكر لا امه والابو فالوضع راي اختلف بس مثلا لو فرض ان لوفي يذكر امه او امه ماتت قدامه او ما ندلش اللي صار بينه بين امه نحيا يعني ممكن نكون مقتها يعني اللقاء مره مره درامي ومؤثر انه ليش تخليت عني وعن امي لو انك موجود كان ما ماتت امي لوفي حط خط بين قصين لو احنا ما شفنا ماضي لوفي لوفي شفناه عمره خمس سنوات ست سنوات طيب قبل هل في عنده ذكريات هل الكاتب بيورينا شي صار في الماضي هل يذكر امه لانا اكيد ابوه ما يذكر هم ما قابل ابوه من تيمي ذا الموضوع ابوه متخلي عنه من بعد من والد من تيمي ذا الموضوع بس الام يعني مثلا ايس نعرف انه ما قابل امه امه ماتت بعد ما ولدته على طول بس لوفي طيب ايش صار مع امه من هي امه شافها تربى معها عاش معها يذكرها ما يذكرها تربى ولا مرة تكلم لوفي عن امه انه هايين لانه حتى حتى الفترة الفترة اللي اخذ فيها قاب لدادان كانت عامه خمس سنين صار خمس سنين خمس سنين فقبل ما ياخذي دادان فقبل وين كان ايوه وين كان عايش من اللي مربيه هل كان مع امه هل يذكر امه ما يذكر امه ترى كل ذا الاشياء جوهرية ومهمة مهمة جدا وراح تفسر الكثير من شخصيات اكزاكتلي 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 حتى يوم انه قلت لكم ذا الكلام ذا كل مرة ان اللقطة يوم يبكي قدام سابو يقول ما ابغى سابو ايس يقول ما ابغى ما ابغى اكون وحيد اه ما ابغى اكون وحيد هل من المعقول ان امه ماتت وعاش وحيد لمدة سنة سنتين الحالة كذا صارت الوحدة بالنسبة له كابوس زي ترامب يعني اليما الكاتب يظهر هذا الجانب ما نقدر نحكم ايش بتكون ردة فعلا قدام ابوه فهمت الفكرة ولا فهمت لا قابل ابوه يعني هو حين اوكي تقولتوني ان هذا ابوه وهو كشخصية مرة مرة هادية ومو بهادية عفوا اني طنشة مو مهتمة لو فيه فهم هذا ابوه طزي بس لو قابل ابوه فيس تو فيس اذا في ذكريات عن امه لا بيختلف اذا ما في ذكريات لعن امه واكيد ما في ذكريات عن ابوه فما بيفرق مع بتصير ردة اللي قال على شعي انت ابوه سلام عليكم كيف حالك طيب فرصة سعيدة والله يباشي هاي اي خدمة كله يعتمد على الماضي وعلى امه يعني هل هو شاف امه ولا لا طيب السؤال برضو معليش والله انه ما توقعت بناخذ وقت كثير في دراغون بس والله محرمه الآن دراغون لما تواجد في لوكتاون من كلامه من سياق كلامه فهمنا في الفصل هذا بالتحديد انه لا هو راح يحملوه في بالتحديد ومش كان معدي فهل هذا ممكن يكشف لنا جادب من قوة دراغون انه ممكن عنده قدرة على الانتقال بسرعة يعني ايش الصدفة العجيبة اللي خلته يتواجد في لوكتاون وقت محاولة اعدام لوف الكلام مربوط طره بدراغون دراغون اعنفا قارب قارب قال بالحرب الواحد ابوك جاي يودعك او يشوفك يعني سينديو اوف اي دراغون يوم جاه قال له اه شفت ابوك ابوه ما قوته قال له انا جاني علم اوه بلغني اوه صلي خبر انه جاي يودعك او يعني سينديو اوف عند لوكتاون في لوكتاون جاي يعني كأنه يقول له يلا انطلق روح يا ابني اي فهو رايح قاصد له بس هل اعطى ابوه خبر لدراغون عفا قارب اعطى يعني ابوه قارب ترام بروح اشوف ولدي او بس يوم وصل العلم لقارب ان دراغون اوقف سموكر اه اوكي جاي يودعه يعني هو فترض من نفسه كده يعني فهمت فكرة المؤكد انه جاي قاصده يعني انا اعرف ان ولدي طلع من ازرق الشرقين انه وقت اطلعت ثلاثين مليون بلي فانت عارف يعني انت عارف كشخص قديم في البحار انه ولدكم متوجه للغراند لاين واش اخر جزيرة قبل الغراند لاين لوكتاون فاذا انا باش اولدي يعني قبل لا يدخل الغراند لاين باجي في لوكتاون قول لي هو اتوقع بانه بعد ما طلعت الجائزة في ارق نامي بعدها راحوا للوكتاون صحيح؟ بالضبط بالضبط اشتا كده اقول لك؟ يعني يوم انتشهت الاخبار بان فيه واحد اسمه مونكودي لوفي عنه ثلاثين مليون فدراغون اتحرك عشان يروح يشوف كانت هذيك اشارة لان بعد ارق نامي تخلنا اللوكتاون لو فعلا دراغون راح يتواجد في المكان اللي بيكون فيه دائما لوفي خطر معناته كان بنشوفناه كثير انا وقتها كنت اقول ان فاكهة دراغون لوكية وان اعصار اعصار نومي اللي هم قدرة على جلب الرياح طوفان توستر بس الحين بعد ظهور الشعار حق الجيش التوري اللي سالفت التنين غرون والسفينة ايضا راس السفينة تنين وفي واحد ظهر عزام على التك توك نزل نظرية عن اي تعرفوا انت تنين اسطوري قال اسمه والله ما يحضرني حاليا يسمونه حاكم الرياح قالها في نظرية طويلة وجاب اسم الوحش وجاب شكله وجاب قدراته متشابه جدا مع قدرات الدراغون يعني ما يروح الرياح تجي معه الرياح اللي ضرب ابها وذيك اليوم ملوكتاون وكسر بها وطير حتى باقي يعني تحرروا كذا بسبب الرياح على فكرة باقي ومستر ثري وذين اللي كانوا مو مستثعموا باقي والفيدا واتباع باقي اللي كانوا معاه طاروا لان اعتقلهم اسموكر كلهم هربوا وطاروا بسبب الرياح اللي اطلقه الرياح دمرت المدافع دمرت كل شيء شالت لوفي رابعة كأننا قاعد يتحكم فيها بالكامل شالت لوفي رابعة وطيرت طبعا على السفينة وركب السفينة وهجوا من ملوكتاون وأيضا يعني على سنة سرعة حركته كذا انقاذ اللي سابه ووجعم سابه كذا فوق الماء وشاله من الماء وطالها كذا كذا بشكل سريع جدا وهذا يحيلي انه عنده فاكهة شيطان زون تايب اسطوري وحش عفوا تنين غربي اخضر يطير وينفث الرياح ما ينفث الرياح يا ماجد الرياح مخلصة يتحكم بالرياح حاكم الرياح سواء اللي تم يا رجل يعني جملة جملة كايدو على المكرة عندها عصير عند قدو يطلع بس في كل حالتين يعني أنا مجهة نظري أنا كنت معاك يا شعيب ترى اتفق في جزئية انه راقون متخاذل وكان عنده يعني لحظات كثيرة ترفع الضغط للأمانة بس يعني الكلمتين اللي قال هذي خلتنا نحلل الكثير من شخصيته بطريقة كويسة وتخدم يعني صرفاته خلتكم تهدون شوي عنه على الأقل يعني بطريقة عقلانية نحنا أصلا نحنا أصلا عافين وليش متخاذن نحنا مقلناش لا نحنا عافين بأنه في سبب منطقة عشان يتخذوا لهذا ولكن رغم ذلك انت حاقل علي ما زال ما زال يشعر والله ما حاقل على دراغون والله ما حاقل على دراغون انا الصراحة ولكن جرطني الصراحة ما أثرت فيك الكلمة البسيطة ديك لما قال نقطة ضعف الأباء أبناهم ورب الكعبة ما أشوفه في الـ لما أطبع له صوته هنا ما زال عند الوعد هنا صوته راح تنطبع هنا في صوت جرط جرط أحسبك احتفاءً لا راح مرة شفقة خليلين ناجع خليلين ناجع الوقت الحاضر وعنها راح نتفاهم معه كم تتوقع شعيب باقي على وقت الحاضر؟ انا أقول الفصل القادم أود لازم يختم تلاش بيع انا حسب وجهة نظري حسب وجهة نظري قلت بأنه طبعا بحسبة المجلة الفصل القادم حيكون الأخي في السن والفصل ألف ومية وثلاثة ممكن يتصربنا هذه السنة لكن هو رسميا محسوب 24 على السنة الجديدة لهذا ممكن قادم مع بداية السنة الجديدة أول فصل ياجع اوكي انا أشوف أشوف خلاص يعني بعد بقي شيء توقع خلاص والله أشوف أنا معترز والله غاية ختم أنا كنت أقول أن الفلاشباك ثلاث فصول فقط حتى أنا كنت أقول ثلاثة فصول يا رجب ثلاثة عند الرابعة قد خاصة تحت الرابعة هذا آخر فصل بين أنت حاليا كملنا سبع فصول والفصل القادم الثامن وأحس الكاتب لسه عنده إجابات مهمة حول كوما شوف شوف ما ذكرها كلها القصة القصة لاش خلت الفلاشباك يطول حاليا لأنه دخل في قصة بوني أنت قاعد تاخذ فلاشباك شخصيتين قاعد تاخذ فلاشباك شخصيتين كوما وجولة ريبوني في نفس الوقت وأكشلي بعد إذا بتضيف حتى دكتر فيقابانك أنك تقاعد تشوف ماضي دكتر فيقابانك حاليا يعني أنت قاعد تشوف ماضي ثلاثة شخصيات وحتك يزاره ودخل بالفلاشباك مع أنه يعني جزء ببسيط من نبس دخل لا بس يعني فيقابانك أخذ شوية تفاصيل يعني شفنا كيف متى قسم راسه وليش قسم راسه يا جماعة يا جماعة أنت تايموت تايموت تتخيل بداية الفلاشباك شفنا عن إفانو كوف وعن الفاكهة وعن البيجموم وعن كايدو وعن الروكس هذا الروكس وشفنا يعني أوكي المين فوكس على كوما وقاعدين دراجون شفنا شيء كثير من دراجون في ذا الماضي على فكرة فالماضي يعني زي نفس نظام ماضي أودن فلاشباك أودن رغم أنه كان القصة محور القصة الرئيسي كان أودن لغا شفنا اللحي البيضاء شفنا روجر شفنا أوريشي أوريشي وشفنا كايدو كل شي كل شي شفنا شفنا كل شي يعني فلاشات باك أودا مختلفة عن البقية ويعني أوكي في الماضي كنا شوف إذا شفنا فلاشباك نامي في القصة عن نامي وشوية أرلنك؟ أرلنك دور يعني تكميلة عدد فلاشباك لاو يعني أوكي عن كورسون وعن دفلة مينجو على خفيف بس فوكس على لاو فلاشباك روبين أوكي شفنا أوكي جي شفنا كذا بس الفوكس على نيكروبين وشفنا طبعا نديري شي شي وجاي هذا الفلاشباك اللي حق أودن هو الآن حق كومة مختلف عن الأشياء السابقة فأنا كنت أسأل اي اي كنت أسأل أنا في الانطباع يعني في البذف كم كان فلاشباك أودن صدموني نقاله 13 و 14 فاصل يعني ما بين 10 إلى 15 فاصل تقريبا فأودن كان شي جوهري لأنه كان يتكلم عن اللحي البيضاء يعني من أودن من يومنا صغير نفس الفكرة نفس كومة من يومنا صغير يلين ما كبر 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 ووصل لين ما مات حاليا كومة ما بعد يموت ولكن بيموت في الفصول الحالي ولكن الماضي ربط كل شيء خيك متشائم يا رجل خيك متشائم أنا قلت بيموت في نهاية بس أنا أقصد أنه يعني الفلاشباك رح ينتهي لما يموت كومة في الماضي لما تمسح ذكريات هذا وجهة نظري ولكن رغم أنه باقي 6 شهور بس على هذا الشيء بيمكان أنه ينهيه في الفصل الجاي زي ما قلته ونظريت شعب كويس أنه يعني مع بداية السنة الجديدة وكذا ولكن أنا أعتقد أودا ما يهمه بداية سنة نهاية سنة رقم ألف ومئة ألف ما يفرق معاه أنا باكتب واللي بيطلع ماي بيطلع هو نظامه كذا أنا باوضح أشياء تستفيد من الرقم الخير وهلو ما استفيد كمل يمشي أي أي عاول كنت أقول يهتم بالأرقام حين لا خلاص من بعد الألف جات يصد معاطفية وما ما عاد بيحتفل إلا بألفين وخاك يا واجو الفصل ألف ما عجبكش؟ لا رهيب بس ما كان مميز زي ما كلنا متخيلين كنت خلين بيطلع في اسكوبر قبان متخلين بيطلع في شيء أسطوري يا واجو خلوا سكوبا قبان في حاله يا واجو خلوا سكوبا قبان كان فصل عادي كان فصل يعني يعني قوي بس مميز على الألف رقم ألف المعرض أن يكون شيء مر أسطوري لا كان عادي حتى رمالك في حلم لوفي ودراغون وقفلوا لوفي وروجر بس الفكرة بس الفكرة الحين نرجع للموقع أن الفلاشباك هذا بإمكان الكاتف يطوله ويخليه عشر فصول وثنى عشر فصل لو يبغى حيث أنه يوررين أكثر تفاصيل أنه أنا جاني يتوقع شاطح أتمنى أنه يصير أتمنى أنه ما يصير ما عاد لي حاير بعمر أن تقولوا لي هات هات ماذا لو أنه فعلا بما أن حين جولي الربوني خرجت من الحكومة وما عاد فيها خطر عليها وبتكون موجودة في أرخبيل شابودي وهو بيكون موجود بوعيه لسه ما بعد يفقد وعيه هو عطى وعد الحكومة العالم أنه مرحش قابله بس برضو عطاهم وعد أنه مرح يفزع الجيش ولو رح يفزع له ماذا لو أنه صار بينهم فعلا اللقاء شافها من بعيد شافتها هل الكاتب بيجي عند الأرخبيل شابودي تخيل أنت تخيلت معي أنه في أرخبيل شابودي هو موجود في وعيه وهو موجود وفي وعيه هي موجودة وهو موجود ثلين موجدين في الأرخبيل وكان يحلم اللي يقابلها ويروح معها ويشب معها لأماتل أي عقل ثلين موجدين في الأرخبيل وما تقابله شوف لا شوف هو ممكن يكون شافها لكن هي متوقعش لأنه هي بعدين مكملت رحلات أجهاز تبحث عنها هي أصلا قاعدة تضوّر عليه لكن هو ممكن شافها لكن رغم ذلك عشان أنه يحميها أو كده طبق نفس مبدأ دراجه أنا أحيان هذا اللي بقولك يا الفلاشباك طيب أحيان أحيان ترى آخر نص الفاصل اللي طاف النص الخير الفاصل اللي طاف كان الفوكس على جولي ريبوني مو على كومة ماذا الحين بما أن جولي ريبوني خرجت من الجزيرة سوربيت وأبحرة ممكن ترى يعطينا فاصل فاصلين في رحلة جولي ريبوني نفسها عادي ترى لأنا قلت لك أننا نحن بدأنا في قصة بوني بس ليش؟ ليش تتوقعوا أنه ممكن أصلاً نعرف أكثر عن رحلة جولي ريبوني؟ ما عاد أحس أنه في شيء يحتاج تعرفه يعني إيش بتكون سوت في البحر غير أنها تدور كومة؟ لو في شيء ممكن زي ما قلت يا ماجد طيب عندك قلتها عندك قلتها دور كومة وجات أرخبيل شابوندي وكومة موجود كيف ملتقوا؟ شفتها كيف؟ يعني في شيء غلط الكاتب قاعد يكتب يبيوصل للشيء أنا ما أدري وين بيوصل لو هالفع لم يسموه من اللي كان في الأرخبيل شابوندي؟ كل اللي كانوا معها في الماضي كيزارو، سنتمارو، وفوما وانا قبل أن تلحد منهم معقول يعني جات الجزيرة أنا أنا زي ما قلت لك هي مستحيل أن تكون شافت كومة لأن كومة إيجي في وين إيجي بالضبط؟ كومة إيجي بالضبط عند جماعة لوفي طيّرهم؟ طيّرهم وبعدين ما ظهر النطار؟ ما ظهر؟ المهم، المهم أما هذا مقصدي، ماذا لو؟ ماذا لو أنه صار بينهم بلقابة؟ ليش ماذا لو يا راجل، يا ماجد، غاي اسمعني يا ماجد، اسمعني بوني، بوني، مستحيل أنها قابلت كومة في الأرخبيل بجميع المقاييس، لأنها أصلا، أصلا، كانت في الأرخبيل وقاعدة تشوف في الباشيفيس تتبع كومة وقاعدة تبكي هذه الحادثة بعد أسبوعين، مو نفس الوقت على ذكرة، مهم، ضلت هي في الأرخبيل، هي ضلت في الأرخبيل ضلت في الأرخبيل، نعم، ضلت هذه نقطة، هي أصلا، تاني شيء، زي ما قال وجيه هي أصلا، كانت تضور على كومة، كان هدفها أنها طرح تقابل كومة صحيح، هل كومة شافها؟ نعم، ممكن توارد، توارد، نعم، جدا، 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 جدا أنه شافها، لكن ما راحش قابلها، ما راحش، تعود لتهديم ماذا لو واحد من أتباع جولي ريبوني قابلكم، أو كومة راح قابل واحد من أتباعها، وكلم مش جولي ريبوني، راح أكلم واحد من أتباعها، اللي معاها، صديقها، وليش جبتوها، شي اللي صار؟ يعني هذا شيء ترى مهم، ولو صار، أنا 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 قاعد يعني أنا مقصدي، أنا مقصدي من الكلام هذا كله أنه شفت حين سالفت أنه لا خلاص، مفروض للفلاشباك ينتهي على فرضية أو على احتمالية أنه أوكي خلاص، يعني بعد الجاهنا ومسح ذكرته وخلاص راح بس باقي نقطتين اللي هي ذا الجزئية، جزئية راحبين شابودي من جانب كومة، ما شفناها من جانب لوفي بس ما شفناها من جانب كومة، ولا من جانب جولي ريبوني يخص أنه اثنين مكان مرجيش في نفس الجزيرة، ولسه ما بعتمسح ذكرته، هذا واحد، اثنين، المهمة اللي قرر فيه أنه يحمي السفينة لمدة سنتين، ليش؟ شلون؟ فهمت الفكرة أنا فهمت؟ يعني هو فعلياً ترى في ذات تايم لاين، يعني بعد ما جاء راحبين شابودي وطيرهم، كان في وعيه، بعدها باسبوعين في حرب الموريفورد، مسح، مسح، طيب مدام جولري بني هربة، ليش تسلم روحك لفسك لهم وتمسح؟ وأنا معاك أنه فيه تفاصيل كثيرة نحتاج لها، تحس فيه شيء، فيه شيء الكاتب لسه ما أظهره، فيه شيء الكاتب لسه ما أظهره ولا أبينه، أنا بأعرف بأفهم وش 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 اللي صاير، وحكومة العالم يوم ترسل أكاينو عشان يخذونكم جولي ريبوني من بلاك بير، بما أنه أريدي كوم من مسح ذاكرته واستسلم وخلص وتحت حرب الموريفورد، ليش راح ينطردون جولي ريبوني، ليش اعتقلتوها، وشون هربت مرة ثانية، فيه فيه تفاصيل في جولي ريب بك يكمل، واحتمال ينهي، سبول جاي خلصها، قادم كيف هو ده مجنون يعني، نسويه كذا وكذا، بس في النهاية لو بنرجع للإقهد، لازم نرجع بمعرفة بمعرفة يعني، يعني تامة على الأقل بكل تفاصيل كومة، خلاص خصوصاً أن كومة احتمال إذا رجع يموت، نكون عارفين كيف هذه الزبدة، هذه زبدة المعانا والماضي كل وهنا بتصير خصوصاً لأنها زي ما قلنا في رجعة هذه احتمال كبير يودع الملاعب، فادماً إنها بيموت، لا هزم تكون إنت للأخير أو يدع أعطاً إني إجاباتي عن كل شيء في ماضية عشان ايموت وأني مرتاح خلاص الله يسترع اليك، أنا عارفني كل شيء لا لا إن شاء الله ما يموت، فالله أ الله على فالك رحي إنقذوا أني منك لي إذا حينقذوا، حينقذوا في نسخة السرافيم مش في نسخة الحالية يا رجل شون تبغل نسوي ب成 endeavor بالصلافيم؟ يا رجل بيرجع في الروبوت هذه لا قبل ثبت المئة سنة سنة هذي اقبل فيها برضو بس همشي الذكريات حقته ترجع موجودة ذكرياته موجودة معلوم اللي يصدعوها بس هي بدون ذكرياته وبدون وعيه ما هو ما رجع انت رجع ذكرياته وعيه بيرجع أوتوماتيك مدام الكاتب اظهرها ولاهظ ان اظهر تلميح والله العظيم التلميح هذه انا لازل تقول يعني حركة النبوهنك خقت على لوفي وان دكتور فيقابانك طلع الكتاب وقام يكتب حط عليها عربع خطوط حمر هذي مهمة جدا للذي ما جابها عباثي الكاتب ما جابها عباثي ان قصدك ممكن نسخ كومة كومة نفس الشيء سرافين بسرافين بذلك في من قال لي كلمة على سلفة يوم قال له يوم قال انا رح اوبكي الجزء بسيط من وعيك بكتور فيقابانك قال كان الكلام على فترة السنتين هذي هنا يما بعدين بمسح وعيك بالكامل بابتصير آلي بالكامل صح ولا لا بس الحين كومة حاليا كآلي تحرك بعطفته تجاه بنته اوهو كيف كيف همتك الحين حلوة حلوة باقي جزء ما زال فيه جزء يب لا زال فيه جزء ولا ليش تحرك لا حتى بغض النظر حتى لو انه بالفعل صار فل 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 ماشين تحرك التلميح اللي حطوا لك اودا في بوهانكوك معناته حتى لو برضو راح يظل فيه شيء يحركه تجاه العاطفة ويا كان تجاه الأشياء اللي يحبها جميلة يعني ممكن النسخ البسافيستا ممكن نسخ البسافيستا اللي صنعت كون انها كمبليتلي آلية اصلا ما كان فيها وعي ما كان فيها ذكريات ما كان هي آلية بس مستنسخ من جسد كوما هذي تبقى آلية طول العمر وما تصير ما تتأثر بالذكريات وها ولا كاتب تطلق على جولي ريبوني اما الجسد الاساسي مستحيل ومن سابع المستحيلات يطلق على جولي ريبوني ويقتل ولاحظ ان الكاتب تعمد تعمد ما يخلي نسخة السرافيم تقابل جولي ريبوني الى الان ما قابلتها نهيا what do you think شعيب يب يب ما انتفق معها نرجع لجزئية الله يوجع قلب العدو فيها اول حاجة كوما وفى بوعد البنية يا جماعة وبالفعل كان يرسل لها عشر رسائل شهريا عشر رسائل شهريا عدد كبير يا اخوان بمعدل رسالة كل ثلاثيه وكل الرسائل كانت لطيفة ومن يأب الحب والحنان والمشاعر الابوية الطيبة ومع ذلك ألفة اسمها ألفة لا 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 اسمها بنت الحمحمحمحمحم بنت الكلب ومع ذلك ألفة ما كانت تخلي الرسائل هذه توصل لبوني السبب اللي خلى ألفة ألفة بنت الكلب ما توصل رسائل كوما البوني إذا إذا في إجابة وأنا من تبهت لها هل هو نجاسة منها ولا تعليمات معينة؟ ما فيش أي سبب منطقي لأنه لو بتفكر فيها بقراءة بوني للرسائل أو عدمها ما راح يختلف شيء عدا أنها بنت الكلب عدا أنها ألفة بنت الكلب نجاسة نظالة فيش سبب منطقي أكشلي أكشلي يعني حتى يعني حتى الوسائل ما فيهش شيء مثلاً قاعد يحوض في بوني وحنا هوب كذا يعني كان يبقى هي الحقيرة كانت تفتح الرسالة تقراها وتشوف إنه ما فيها ولا شيء ومع ذلك تشق وترميها بلا 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 عزيزتي عزيزتي ترميها بزيار بس تدروني شيء الحلو بس تدروني شيء الحلو أنه بوني يعني يعني الحلو والمثلج للصدر في نفس الوقت أنه بوني قرأت كل هذه الرسائل في ذكريات كومة الحمد لله أنا والله وقت اللايف تقولك عشان كلا الفصل هذا كان فيه أشياء كثير مثلجة للصدر والله يا الوجه وقت اللايف أني كنت قاعدة تقطع وصارخ وطقع الطاولة مغبول ليما أخوي إبراهيم ذكرني بنقطة هذه قال ترى هي قرأتها كلها ذكريات كومة تاكي خلاص وصلها يعني وصلها الكلام وقلها وصلها شيء طيبش يا شعايب الحين كون بوني أخذت لفة في ذكريات كومة إيش الشيء اللي تغير بعد كده إيش الشيء اللي تغير في وجهة نظر بوني بالضبط إنها شافت إنه الأب سوى ذا كل شيء عشانها يعني فقط في الإيقهيد كانت قالت لي لوفي أه أتوقع لوفي كان سألها قليلا أنت ما زال تبغي تنتقم من الفيقابانك أو كده فقالت لا قالت لو صار عندي هدف مختلف يعني اكتشفت الحقيقة وصار هدفها هي أنه تنتقم من من ساتر من ساتر على أهل عادة الله هذا هو الهدف الهدف هدفها أنه تنتقم من ساتر أو إذا كان فيه هدف آخر طويقة ما أنها توجع كومة يعني أنه الهدف الأساسي اللي هي أصلا إجت عند فيقابانك أنه كومة يهجع يعني؟ لكن كومة قال مستحيل عشان يقدر يهجع زي ما كان أوكي؟ لهذا إذا كانوا عندها أهداف تنتقم من ساتر وكومة يهجع لهذا دائما لما كنت أشوف الفلاشباك هذا كنت أقول بأنه إذا كان فيه شيء فيه جائزة ممكن أرض يقدمها لبوني وقدمها لكومة ويقدمها حتى للمتابعين بأن الساتر لازم يموت آخ هي هذه البقعة هذه البقعة هذا هو الحدث الحدث اللي بإمكانه أنه يهز العالم حدث والله قلتها قبل لا تيجي الذكريات قلتها قبل لا تيجي الذكريات وقلت يوم بدت الذكريات تطلع أن الكاتب قادة يطيرنا قارلين كبديل لساترن والآن بعد الحقارة والحطاط بديت أجزم يعني بنسبة 60.9% نساتر راح يموت نهاية الأرك راح يموت نهاية الأرك بس لازم يموت لازم يموت زي ما قال شعيب لازم يموت خلاص يعني حرفيه كل شيء قاعد يسويه قاعد يؤدي إلى موته مستحيل يقهر نقود أكثر من كده خلاص بس فيه نقطة بالنسبة لي لماذا لماذا الكاتب خلى جولي ريبوني تشوف الذكريات أتذكرت شيء مع أنه صعبة أوكي صعبة جدا أوكي لكن لو افترضنا بأن الساتر مات ولكن الشخص اللي كان سبب في موت ساتر هو قائد الجيش التوي ها 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 دراغون أوكي نتناقشتنا قبل عن قصة أنه وش فيه إمكانية أنه دراغون يجي الآن كانت صعبة لكن مسألة مش مش بأنه الحدث بأنه واحد من القرصي من السلطة العليا مات لا العدو والأعظم بالنسبة لهم القائد كان السبب بأن ذلك الشخص يعني يعني بتكون أقوى بتكون أقوى نعم بس ما رح تصير يعني أوكي تكون قوية جدا شوف انت شوف انت شوف انت شوف انت صعبوا صعبوا قتل كوبرا وش في الواجة اللي صارت هذا كالحدث اللي سواه صعبوا في المويش وطلعوا كله بالدنيا كله بالدنيا وتوارات وكذا فما بالك أنه قائد الجيش التوي يتسبب في مقتل أحد شخصيات العرية منكم يا شاك ووو قاصدي والله قاصدي والله لأن لوفي بس منها صعبة مستحيل أنك تشوف لوفي كون السبب في موت هو أنا قلتها من قبل لا يبدأ الأرك عفوا من قبل لا تبدأ الفلاشباك قلت أن اللي بيقتل ساترن على الأغلب بيكون البلاك بيردن حقير يقتله بس رح تلفق التهمة في راس لوفي ليش ولماذا ولأنه ولكن ما أدريك أو 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 بما أن أنت مؤمن يا ماجد بأنك كوما وحيموت كوما يضحي بجسده يضحي بنفسه وياخذ برضو وارد برضو وارد ياخذ مع وساترن أنا ما أدريك الالي بحد ذاته الالي العالي القوي الأسطوري اللي تسلق ونامه ممكن عنده آلية تدميه ذاتي وياخذ مع وساترن ما أدري أنا ما أدري أنا صراحة ما أدري ولكن المؤكد اللي متأكد منه مليون بالمية الساتر لازم يموت لازم يموت نهاية العرق وقلتها وإنه قلت إنه الخبر اللي يفاجأ قلت الخبر الفاجه بيكون سادر، من زمان قيلها أنا قبل ما يبدل في الإشبابك وقبل أنا أشوف أنا شوف أنا أنا من البداية كانوا عندي خيوان ها كان عندي ساترن كان عندي فيغا بانك لا أنا قاد ضد إنه يموت فيغا أوكي فيغا بانك ياب عنده ماكس كبير في العالم أوكي يعني مسألة إنه فيغا بانك يموتها وشاي ياب 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 الذي أصل به شي صادم. لكن في نفس الوقت لما بدأنا نتعمق في شخصية فيغا بانك. فيغا بانك مهم للمستقبل. الله عليك. في أشياء لازم يسويها في المستقبل. لا لا لسه لسه. فيغا بانك باقي عنده دور لازم. عنده دور. ففيغا بانك حطيته على الجنب وشفت أنه ساترن وبعد البلاوة اللي شفتها بأنه لازم يموت. ساترن لازم يموت. بصدر. نرجع لنقطة اللي هو ليش الكاتب خلا جولي ريبوني تشوف الذكريات. زي ما قلت انت حين زي ما قلت شو حيب مساعة. وتف مع مئة بالمئة اللي سلفت تغيير آآ هدفه ونظراته لي 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 آآ فيقا ما كنت جاية بتنتقم منه تقول هو لي حول أبوي لأنه حين تضح لنا طبعا شي اتخيل يا جماعة قبل هذا الحدث جولي ريبوني كارت مجرد احد شخصيات من سوبرنا وفتاة فتاة تكملت عدد تغييتك بورتو صار ولا بلا 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 يعني شي شي ثانوي جدا جدا جدا. في الرفري شفنا انه لا علاقة بكما أوكي لا علاقة بكما الان صارت هي محور الحدث كله تقريبا يعني التضحية تكون بسببها فكون ان نشوف الذكريات خير كون انها تسامح دكتور فيقابانك وتعرف ان دكتور فيقابانك طيب وما كان يقصد ان يأذيب وحنا مرضو نعرف لان في كثير كانوا ينتقدون دكتور فيقابانك سالفت ابوها هي كانت تؤمن ان ابوها قديس وانه مستحيل يسوي ذا الشي كله ولكن لمدة سنة كاملة ويتنتظر في الكنيسة مجادة ولا رسالة ننسى عيد ميلادها التاسع وتشوف اصار شي تشيبو كاي تشوف اصار ياخد حكومة العالم تشوف اصار كلب عند حكومة صار يعني دونكي عند حكومة العالم يركبون عليها مبلقة فوق كل هذه الاشياء في غضون سنتين يعني تخيل الى عمر ثمان سنوات ونص ويتشوف ابوها القديس اللي ما يغلط واللي يحمل كله يحب الكله يحب نواها والمدة سنة كاملة من ثمان سنوات ونص الى تسع سنوات ونص ولا رسالة ولا شي تقرأ عن اخبار في الجريدة قاعدة ما تقرأ الاخبار يمكن الحقيرة الفة قصة الاخبار اللي عنه وتخلي الجرائط تتخل بدون اخب ما ندري اذا تعرفوا لا ما تاري واخر ستة شهور يوم وطلعت البحر وشافت ما لادي اذا قابلت او لا انا قاعد اقول احتمال في العرقبيل انتو تقولوا لا ننتظر ونرى الكاتب شون بيظهرها سنتين ونص وزد عليها الفترة اللي ما بين السنتين ما شافت ابوها اللي رقت مري جوا تسللت وتخلط وشافتها ويعتقلت اصلا بعد السنتين قبل السنتين اعتقلت عند الحكومة العالم اقاينوا الكلب اعتقلها يوم البلاك بيرد يربطها ويخليها عندهم جاهة اقاينوا خذها فكيف هربت ايش صار ما ندري كل اللي نعرف انها طوال الفترة كانت في الظلام تظن انها فعلا انكم ابوها ما تدينها متبنى تظن فعلا ان ابوها تخلى عنها ما تدري انها غصب على هذا الشيء تظن انها كانت مريضة وتشافت الحالها ما تدين ابوها ضحى بعمره بحياته عشان يعني ذكرياته ويرادته ومشاعره وكل شيء تظحى فيه عشان تتعالج وتتشافه مشاعرها تجاه كومة اللي عبوها يعني بالتبني رح تختلف مئة وثمانين درجة بعد ما شافت الذكريات وحقد على ساتر شفناه يعني رغمنا ساتر قوي جدا ما فيها كلام ايه ايه شفناها كيف قافزته وشخ عناته كذا من حقد يعني وحاليا يعني اخر شي اذا انتم نسيين اذكركم اذكر الجمهور اخر شي انتهى عليه قبل لدى فلاشباك وقاعد يعصرها كذا ومعلقها في الهواء وقاعد يقول حق كل البنو يطلقوا على راجع ايه يعني المفروض ان حاليا اللقطة الجاية بعد انتهى الفلاشباك انقاذ كومة انقاذ جولر يبوني من الموت طبعا الى الان ما لدي من انقذها بس الاغلب انه بيكون لوفي لانا هي قالت هل سينقذيني الجوي بوي قال لها نعم سينقذك فالجوي بوي لازم تسمع دقات القلب وتفرح وتشوف ان الكلام اللي كان يقول ابوها صحيح حل مبواه حقيقي وانا لوفي هو حل مبواه مما يسد فيه ناس بدون يقولون انه بتنضم للطاقم انا زلت اشوف انه بتنضم كحليفة زي زي كفندش والا الفانز اي واحد يعجبهم يبغوا ينضم للطاقم يبغوا كتاكوري ينضم للطاقم يبغوا كالا هذا انا انا ارى انا ارى ان كتاكوري كفندش لاو دايلي كله في النهاية راح اكونوا حرفا لوفي انا ارى كذا قالها بي هوك في حرب لاني فورد قالها عند القدر انه يخلي اي عدو حليف لا فلوفي بيخلي كله بذيل حلفاء لا واكشلي جولر يبوني ما عمره كانت حليفة ما كانت عدوه للوفي اصلا يعني لا في الارخبين ارخب ساعد دقيقة 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 شعيب ترى انا واحد من الناس اللي كنت اشوف انه بتنضم للطاقم يعني في حالة ما تعرف انا منه شو نبودي ايه لانه ليش ليش يا اخوان اول حاجة البنت طفلة طفلة هي طفلة ما زالت طفلة هذا واحد ما نتكلم عن التحالفات الثاني نتكلم عن جولر يبوني جولر يبوني طفلة طفلة صغيرة ثاني حاجة جولر يبوني كانت دائما وفي استهلاك وفي استخدام معايا ماجد وفي استخدام دائم لفاكهتها صحيح وهذا بحد ذاته ترى امر متعب تتستوعب انها طول الوقت مستخدم فاكهتها علشان تغير في عمرها مستحيل ما يكون فيه اثر رجعي مستحيل كي جالسة تتعب جالسة تستهلق قوتها هايش فيه احلى من ان لوفي يقول لا هي وقف ما يحتاج تحيب نفسي خليك يكوني على حقيقتك ونضمي الطاقمي وراح ميكي وراح حرص انك تعيش حاتك بشكل طبيعي هذا راح يكون اقوار الجميل لكوما لو ضموها وحموها فعلا بس كيف كوما راح يعرف ذالشي يعني بس يعني ماتوا الريدي بس يعني هم ما يدرون نصر اهلي يعني هم ماتوا بس سنتين كاملة قاعد يحمي سفيناتهم وقال كذا فرانكي قال الحر راعد لازم نلقى طريقة ونلقى شي نقدر نرد به الجميل لهذا الشخص يا السلام عليك يا ماشد يا السلام عليك انقاذ بنته وحماية بنته افضل رد جميل يعني انت اش رايك في الكلام ده يا شعيب تبع انه يبا انقاذ وحماية بوني ولكن فكرة انضمامها يا اخي خلت انضم يا اخي ليه عادي يا اخي بالعكس وجهة نظر انا ليش وضحت لكم وجهة نظري تجاه الموضوع بالذات بالذات بالتحديد هذا لانه هي طفلة يا جماعة طفلة تحتاج احد يحتويها مش معقولة بتعتمد على الاثنين دوليك اللي معاه وكم طاقمها يحتويها فيغا بانك تبعت هالطاقم يخلوه تعيش حياته بعيدة انا اعتقد ان فيغا بانك اقولك شي بوني ممكن سوف اتمد ارادة امها وحطي في الشيش التوهي والسلام عليكم اللي تقولي الى طاقم لا حزيني خلاها اي واحد مبغاش انا واحد ينضم الطاقم خلص انا 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 كفاية كفاية اصلا الطاقم اكتمل الطاقم اكتمل اصلا الطاقم عشرة عشرة صح؟ عندك مستقبلا فيفي واح تنضم واح تقودها مياح ما رح يبقوا العشرة يا شعيب بيزيدوا في التعامل عندك انت عضوين حاليا في عضوين مش موجودين في الطاقم عندك فيفي فيفي مصنفها قودة على ان عضو في الطاقم ويا ماتو لكن حاليا ونحن منعفها شوين مع موغانز من لا في المية رح تلتقي مع الطاقم رح تنضم وعندك يا ماتو السلام عليكم كفاية ايش كفاية على كيف اكوا كفاية اخي شف طاقم اللحي البيضاء شف طاقم روجر كلهم ترى عداد كبيرة يعني فعلياً عندهم اسا طيل وعندهم كذا وهذا لوفي لوفي شي هيك مختلف لا لا بس شوف ترى فعلاً انا مستكفي انا انا سكات الباب خلص متلاقشنيش خلص ما بيش واحد رح ينضمنا الطاقم شوف هو فعلاً لو تفكر فيها فكرة انك تضم المزيد لطاقم لوفي رح تبدأ تهضم حق الشخصيات في الظهور بتحاول تركز انك تظهر اكثر من شخصية في حدث معين حتى شفنا مؤخراً بدأ يا دوبك التركيز على لوفي زورو اها اعطي شوية سانجي يالله يالله طب طب ليه ليش انت في نظرة اودا ما خلاش يا ماتو تنضم؟ عشان لا يخلي الطاقم لوفي اوفر باورد حالياً واحدة عندها انت انت متخيل معي بانك انك تضم واحد للطاقم متقن لتغريف الملك وعنده ينضم دي وقت للطاقم ويعرف ويعرف جنون يا راجو جنون وتعرف عن المذكرات اودين ودينيا تعرف بلاوي ما خلاش تنضم للطاقم مزبوط لا والله مزبوط كل شي جاي على بس انضمت فعلياً بس تدخل بعدين ترى صار نفس الشي مع جيمبي يعني جيمبي ينضم جيمبي ينضم في حدث اليوجين وما دخل في وانو فعادي يعني نفس الفكرة لانو حتى جيمبي جيمبي يعني على الاقل نقوله في فترة اليوجين كان اوفرطاور على الطاقم كان رح يخطف الادواء حتى لما تلاحظ جيمبي لحين لما انضم للطاقم يعني تحسوا كذا اخذ مكان سانجي معقول اخذ مكان سانجي في الترتيب اخذ مكان سانجي من جد انا ناسي ترتيب حتى المكافآت ايه بالمكافآت شوف بالمكافآت اخذ مكان سانجي لكن المكافآت انا ملي مصدق انه مرت ساعة حاليا احنا تناقشين الان والله الوقت يمر صراحة بشكل جميع صراحة المكافآت اشوف المكافآت الجاية اوذة وحيرادي سانجي حيخليه حيخليه يجاوز جيم يرجعنا على الترتيب القديم واحد اثنين ثلاث وترى قبل وانه دلع سانجي خلاها اعلى من زوره وهيررجع داسو خلى زوره وجب دعلى منه لا لا بس التسلسل ذا بيرجع في النهاية لازم له في زوره سانجي بيضل شكل اكيدا احنا شكل اكيدا احنا طيب اخوان تقول ستيسي ايهما اشد بؤسا اشري فقد ذاته ام مستنسخ يملكوا عين وهي جملة فلسفية يعني عميقة جدا اتطرق لها وده مش اول مرة صراحة وده يطرق لجملة فلسفية ولكن في كون الانسان يفقد ذاته ويصبح لا شيء بعد ان كان شيء انسان وعي ذكريات قدرة على اتخاذ قرارات او كون حتى المستنسخ اللي كان لا شيء يتحول الى هذه الكومة من التعقيد البشري وهو في تناقض هنا عجيب كومة قاعد يفقد ذاته والمستنسخ قاعد يكسب ذاته ايش الاصعب فيهم ملعوب وان كان مؤلم امر صعب وامتلاك شيء جديد قد يتحول الى امر مؤلم وصعب جدا كذلك انا بس حبيت اعقب على الجزئية ذي لانه صراحة يعني اودا يرمي شغلات كده فلسفية بس يكون لها معنى وجوهر جميل جدا للامان الشغلة اللي شدتني في ستيسي انها حاليا فعلا فاقدة هويتها يعني هي يوم تفزع لدكتور فيجابانك خدستوسي الحقيقية لام ويبل هل كانت هتفزع لدكتور فيجابانك فهمت الفكرة اللي بوصلها لك يعني ولا فهمت يعني هي انت حين مع من السي بي زيرو وروحتي في اجتماع البيج موم على انك مشتبع سي بي زيرو يعني شوف كم هوية قاعدة تاخذ اوقات العالم السفلي في العالم السفلي على الريد ديسترك اللي مقاطع الحمراء فعندها كذا هوية في العالم السفلي عندها هوية في السي بي زيرو وعندها هوية نتابع عن دكتور بيجابانك فاق دهويتها فعلا هي هي ما تقول لك أي يوم أكثر فعلا ما بعرفة أنا أكون إيش أنا إيش هل أنا أم لويبل لأن هي مستنساها سيبهم قاعدة تكبر أنا حجمين هل ولائي أنا للروكس هل ولائي لحكومة العالم هل ولائي لدكتور بيجابانك هل ولائي للسي بي زيرو هل ولائي للبيج موم في العالم السفلي يعني كونين أحد حلفاءها شبناها تطير مع مورغانز يوم تنقذ نفسها من مورغانز بعد الفجار وفعلا يعني من أول ظهور لها حتى نهانو يتحسها ضائعة وهذا نقطة إضافية للفلاشباك هذا أن الكاتب حتى ستيسي جاب لها دور هنا في الفلاشباك وراء كيف أنها كانت تزور دكتور بيجابانك وبينها وبينها علاقة وكيف أنها منفسها عندها صراع مع الهوية بس طبعا أي يوم أكثر بوغسل نكيد كوما أكثر بوغسل ما فيه لا يقع هو برضه جزئية برضه تتكلم عن يعني ممكن أودا يعني تركها لنا في سياقة تحليل لأنه كون الآلة مثلا خلينا نفترض أنه الآلة الآلة مبرمجة على أداء مهام معين الآلة متى تبدأ تصير بائسة متى تبدأ تصير فيها بؤس بمجرد ما تبدأ تتحلى بالصفات البشرية كونك قاعد تتحول إلى بشري أنت قاعد تتحول إلى طريقة تعاسم حاليا لما خلصت بلوتو وقاعد يتكلم عند الجزئية يا سلام عليك وكونك جالس تتخلى عن إنسانيتك جالسة تروح منك الإنسانية اللي هي كانت سبب في بؤسك برضه أمر بأس هذه المفارقة العجيبة طيب نقدر روح لفاكهة بوني اللي عندك شيء ضيفة يشعيب بخصوص ستيسي طيب فاكهة بوني وفواكه الشيطان بشكل عام أنا أعتقد هذا أكثر فصل بدأت تطلع فيه عجيبة بخصوص فواكه الشيطان الإرادة الخاصة بفواكه الشيطان وطريقة ظهور فواكه الشيطان هل من المحتمل إنه فاكهة بوني ظهرت من العدم فقط لأن بوني رغبت فيها فنسمعنا قبل كذا إنه الفواكه قد تكون تظهر بسبب رغبات الناس بشيء معين كلمة دكتور بيجابانك فواكهة ظهرت من رحم رغبات البشر لاحظوا نرجع لجزئية تكلمنا فيها قبل كذا يا شعيب وماجد لو فاكرين تكلمنا بجزئية إنه فواكه الشيطان عندها قدرة عجيبة جدا في اختيار الشخص المناسب لها ما تروح كذا عمال على بطال سواء بقصد بغير قصد هي في النهاية اختارت هذا الشخص فهل من المحتمل إنه فاكهة بوني ظهرت من العدم فقط لأنه بوني رغبت فيها ولا الفاكهة هذه موجودة من زمان وجالسة تنتقل من يعني هل ممكن نكتشف شيء جديد عن الفواكه إنه ممكن تظهر الفاكهة جديدة تظهر فاكهة فقط برغبة شخص فيها أنا أجيب أجيب بشكل مختص خلي مجري كمل ما فيش شيء يضع من العدم أوكي يعني الفواكه الشيطان كانت موجودة منذ مئات السنين لو جاني جزئية فيغا بانك بأن فواكه الشيطان ظهرت من الرغبات هذا مجود جزء من حقيقة فواكه الشيطان مجود جزء من حقيقة فواكه الشيطان وأصلا أردك أنه أعطاك نظرية فمت معي أوكي نتفق على أن فواكه الشيطان ظهرت من الرغبات أنا مثلا أبغى أكون رجل حمم هذه رغبتي أوكي كيف الرغبة هذه حولناها إلى حقيقة حولناها إلى فاكهة أو حولناها إلى الشيطان وكذا تفاصيل هذيك ما نعرفش عنها أوكي ففاكهة بوني ممكن رحنا لجعل القصة الأخرى بأن هي كانت ترغب في شيء معين مثلا مثلا خنقول له مثلا زي ما قلت أنت هي تقول في نفسها لو أني كنت كبيرة وحق دا أني أسافع أي مكان ولماذا ذلك عند الأمنية هذه أوكي مثلا بسبب تأثرها بقصة نيكا وقصص أبوها عن عن نيكا أوكي أبغى حتى مثلا تكون عندي نيكا قدرة لما أتخيل شيء معين أقدر أسويه بكذا فهنا تجي الفاكهة اللي أصلا هي موجودة أوكي وتقود هرياح القدر إلى بوني زي ما قلنا في البت سابق بأن الفواكه عندها إرادة وتستهدف تستهدف الشخص المناسب لها نحن ما نتكلمش هنا بأن الرغبة خرقت الفاكهة أوكي أو جديد الفاكهة لا لا هذا شيء خليه لن ناجع القصة القرن المفقود وناجع كيف تظهرت نتكلم حاليا فواكه موجودة متناترة ولكن تمشي عند الناس هم رغبوا في شيء لو علاقة بتلك الفاكهة فهذا ممكن أحد الأسباب لخلي هذه الفاكهة تجي عند بوني بسبب رغباتها بسبب أمنياتها أنا أبغى مثلاً أكبر أنا أبغى مثلاً أكون مثل نيك اللي أتخيله كده فأجتها فاكهة على مقاصها فأنت معي كيف وين كيف طلعت لها ما نعرفش المهم أجت بأي طريقة كانت فمتع الفاكهة أجت أجت عندها هذه وجهة نظر أوكي جميع بعدين رح نتكلم عن خلي مجلي يجاوب على جزئي بعدين خلنا نرد على سؤال أنت سألته ونجيب الدليل والإثبات على أن الفاكهة موجودة من قبل تقلت هل الفاكهة ظهرت عندها قبل أو موجودة من قبل لا الفاكهة موجودة من قبل والدليل ظهر في الفصل نفسها قبل فصلين طبعاً أو ثلاثة يوم أول ما استخدمت الفاكهة واحد من الشياب فتح كتاب الفواكهة وقال رغل هذه فاكهة توشي توشي نومي صح فالدليل موجود على أن الفاكهة موجودة من قبل ما هي بجدد يا سلام هذا أول دليل وهذا نين هي نقاش فكرة أنها قفت الموضوع عندك خلاص أي بس موضوع شعيب اللي قالتو جميل جداً لسلفة القدر ريح القدر تقود الفاكهة لك وكذو كذو وأنا لازلت أشوف أن يعني دائماً أنا أخذ ما أخذ على أودا وأقول أتمنى أن يوضحها قدام لأن قد وضح يجبت كثيراً قدام هذا الشي صار معي من البداية أن أحد أكبر مأخذي على أودا أن كيف له في نجا من إعدام باقي بالحظ أن صاعقة كهرب نزلت فجأة على البرج الإعدام وأنقذته ولا كان بموت وكتشفنا فيما بعد في الحرق 500 أو 400 أن يوم جو قارب أن أبوه هو اللي جاء وهو اللي أنقذه فعلاً وحين توضح التفاصيل أكثر أبوه فعلاً أكدت في ذلك الفاصل أن أبوه كان قاصد يروحي قابله وأنقذه فعلاً فهذه الرياح القدر اللي قادت أبوه لعنده عشان تنقذه من الموت ورياح القدر هي اللي جابت لأخة سانجي يوم أكل الفاكهة السمك السامة وأنقذته من أن تمتص السم من جسد وتنقذه هذه النقطة مرة مرة مهمة بس أنا أبي أرجع لنقطة اللي أنا أبي أكون رجل الحمام قبل ثمانمية سنة فأطلعت فاكهة الحمام كلمة دكتور فيقابانك أنا أرى فيها رغبات البشر في أنهم يصنعون فواكه هي اللي طلعت الفواكه فهمت الفكرة يعني أنا دكتور فيقابانك حالياً كرغبات أني أنا أبي أصنع واحد يفكر عني واحد يكر عني خلتها يسوي منها ستنسخ رغبتها هي اللي فهمت الفكرة أنا فهمت أني يصنع المخطار هذا الأركي فكلمة فلسفية جداً بس رجعت وقريتها بالترجمة الرسمية وأنا في ذاك الوقت شرحت وفصلت بشكل كبير جداً وواضحة جداً لا وبواحد في ذاك الوقت يفكر أنا بيسير رجل حمام بيتحول رجل حمام لا أبي يسير رجل حمام فيروح يخترع فاكهة خليه تحول إلى رجل حمام أكاينه فهمت الفكرة ياب فهذا شيء طبيعي أي فالمملكة المزدهرة وصلوا بالعلم لنا دكتور فيقابانك يقول لك إلى الآن على كل التطور اللي عندي أنا ما وصلت إني أوصل للباور اللي شغله فيه الآلي هذا الطاقة اللي عندهم اللي شغلت الآلي أنا ما وصلت لها واللي طبعاً مكتشف حالياً أن الآلة الطاقة اللي تطلع من فكهة حاكم الشمس نيكا تتوضح بشكل أكبر قداماً أتوقع بس ما أنا متأكد فالفكرة أنه بكل علومة وعشرين سنة من ذكاء وعلومة وخبرات وفكات الشيطان اللي عنده اللي مسويت للمخ هذا كله بالكاد قدر يستنسخ بعد عشرين سنة فكهة قايد فما بالك باللي بالعلم اللي وصلوا لك بثمامية سنة وترى يعني وترى يسقاط على علامة الحقيقة أنه إلى يومك هذا يقولوا لك وأنا ما أنا متأكد من كلامي بس ما نديسي المعمرين يعرفون ذا شيء أكيد بخصوص الأهرامات والأهرامات بالتكنولوجيا اللي كانت عندهم مستحيل كتير تبني هرامات مستحيل من سبع المستحيلات أنك تقدر تبني الهرامات وترى يعلمك في تيوري في ألف نظرية ونظرية بخصوص بناء الهرامات إلى يومك دامحهم إلى درجة أنهم مصلوا لك إليونز جوا من السماء وبنوها مدري يشو بلا 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 ما يهمني أنا اللي يهمني اللي بيوصل التحنيط فن التحنيط في علوم ذا الليفل اللي وصلوا لها ربعلا ما وصلوا لها فعملت الفكرة المومياء المومياء وكذا هذا الاسقاط اللي بيوصل الكاعتب انه ترى اللي قبل 1400 سنة 1300 سنة قبل 800 سنة مملكة المزدهرة كانوا وصلوا الى علوم اعلى من اللي وصل لها الحين ففواكه الشيطان اللي تتشوفه حينضرب من الخيال كانت منزلهم مجرد علم والدليل على ذلك انه مكتوب كل الفواكه وقدراته في الكتب والدليل في لها ايه فيها يوزر مانيول ايه بس انتهى الموضوع اه ولكن ولكن يب في قضوهات ممكن نقولوا بانهم صنعوها صنعوها مثلا بالعلوم اللي كانت عندهم متقدمة ولكن في فواكه الشيطان مخالف المنطق مخالف المنطق بجميع المقاييس مستحيل انه ينطبق عليها العلم بانك تصنعها بانك تروح عندك علوم متقدمة تدخل المعمل وكذا انا راح اصنع فاكهة مثلا هذا واغب في كذا مثلا على سبيل المثال اعطيك مثلا على سبيل المثال مثلا زي فاكهة بلونو ليدخل في الفضاء يفتح باب في الفضاء هادي مفيش كيف ما عندكش كيف يعني مثلا لا 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 موجود موجود يعني لا 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 خلينا خلينا نكمل مجد دكتور شعايب دكتور فيغا بانك خلى أطلس تصنع القفاز اللي يقدر يضرب الليزر ايش بكه وتوى الحين توى يعني هذا شيء ملموس انا شيء ملموس انت تشوفه ممكن تقدر تصنع شيء يخليك تلمس لكن في قدوات مخالفة اصلا ما تقداش انك مثلا حتى تدرس للك المجال او انك تاخد منه عينة وتقول لا انا واحد او او كذا انك تجي يا ماجد باب باب ينفك من العدم اي 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 انك تجي وتفتح باب في الفضاء وتدخل للفضاء ما تدخلش انك تكون عندك قدوة انك تصافة خلينا خلينا غاية كما يفكها وبعدين لنا انك تروح تصافة عبها الزمن عبها الزمن صافة عبها الزمن يا اخي تقعد تكلمني عن ذا الكلام وانت عارف ان دكتور اونشتاين حط نظري نسبي اللي المفروض انه فيها الزمن وان حط الزمن كبعد هذا هذا الدكتور في ع Schn يعني انت تتكلم في عل الم الحقيقي يا ماجد في الحقيقي الدكاترا والعلماء اللي عندنا يذهب بنى خيال ادرينا خيال بس انا 봐요900 خلاص م则 ما قدت خيال سلام عليك اكي مجھ من ما قدت خيال سلام عليك ترى ترى قبل مئة سنة غواصة تحت المايك خيال واصبحت حقيقة قبل مئة سنة قبل مئة سنة قبل مئة سنة من تاريخني الحالي تروح合 انه غواصة تسبح بالبحر لغواصة تنزل للبحر وتمشي تحت البحر لكن شيء ممكن لا الحيصر ممكن وقتها ممكن يا شعيب ضيارة في السماء ماجد روك روك بس عساس تفهم وجهة نظر شعيب وجهة نظوي وجهة نظوي أنا قاعد أتكلم عن أشياء مثل ع سبيل المثال هذا كان يعده ينزل من خشم هذي 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 ضربة هذي ضربة حال يعني يعني وحد كان بيخترها شيء وجاب العيد وطلع عساس لا في أشياء يب ممكن أتفق معك يا يا شعيب ترى الأنسلين الأنسلين كان هدفهم أن يصنعكها مباد حياوي يا راجو أنت قاعد تتكلم لي ماجد لا تشلطني يا ماجد دقيقة أنت قاعد تشرب مويا ولاش قاعد تشرب انت قاعد تتكلم أنا اللي أقصده بأن الأشياء المادية الملموسة يب فيه إمكانية بالتقنيات المتقدمة قاعد المملكة القديمة ولما ذلك تسويها لكن في بعض القدوات لأظهرها أودة ليست مادية ليست ملموسة لا علاقة لها بالمنطق لا علاقة لها بالواقع إطلاقا الفكرة تقول يب جانب العلم موجود ولكن فواكر الشيطان ليس به جانب العلم فقط فيها شي خارق فيه شي خارق فيه جانب خارق فلماذا تسمى فاكرة الشيطان الشيطان لما أودة يجي أودة يجي في ذويس هوزا ويقول لك مستخدم فاكرة الشيطان لما يموت أظهولك بأن فيه شيطان يطلع أو خلينا نقوله هوح هوح فاكرة الشيطان تروح لأقرب فاكرة تطلع وتروح لي فاكرة في هذا العالم وتولد أنت هنا قاعد تتكلم عن شي روح من عالم آخر يعني شي يعني تلك الفاكرة عندها كيف هذه أكد لك يعني أنت هنا إذا كان الأما لو علاقة فقط بالعلم ولما ذلك فأنت ما تحتاجش لذلك الجانب الروحي وشياطين وأهواح ولما ذلك رح تروح تصنع شي أخذ لك الحبة هذه أنت عندك فاكرة الماضي شوف لأقصد دقيقة لأقصده أنا لأقصده فيه جانب علم لكن فيه جانب خارج فيه قوة تانية غير معروفة كانت السبب في أن تلك الرغبات تصبح حقيقة وتصبح واقعة على الرغم بأنها مخالفة للمنطق وللعقل وخيالية لكنها صارت واقعية ممكن أنا أرد حين ممكن تفضل تفضل اللي أنا بقوله شو الموضوع هذا ما ما رح يحسن في الحلقة هذه من تهم من أننا وردي طولنا فإذا تبقى مبث عليه بعدين أو أبجكشن أو كذا عادي ما عندي مشكلة بس اللي أنا بوصل نقطة واحدة كثير طبعاً خلونا نتفق من الآن أنه جزء كبير من القدرات اللي ظهرت خيال علمي ما في أمل تصير ومتتحقك بس من واقع أودة اللي بيوصل رسالتي بتوصل لأودة عشان تفهمون الفكرة أن القدرات هذه اللي تبدو لك الآن خيال علمي هي في الأصل الدليل عند الكلام قلت أنا فعلاً من الحقيقي تقول من اللي يستطيع تخيل فكرة تتقال عبر الزمن قلت لك الدكتور الدكتور أرنشتاين حط نظرية نسبية وحط فيها احتمال الزمن وحط البعد الزمن هواوا وكثير من العلماء اللي أنا شوفهم فهين ومو بحقيقة وخيالة حسب وقعنا الحالي مستحيل يكون في تقال عبر الزمن هذا وجه النظري أنا بس أنا ما أدري ممكن يصير مستقبلاً حالياً يقول مستحيل مستقبل ممكن يصير لأنه قبل مئتين سنة لو تقول حقيقة واحد حديدة تطير في السماء بيقول لك مجنون دخلنا من الحصة بصحة النفسية دخل مع المصالي أنا شوف طيارة تطير فيها التلفزيون اللي إحنا قاعدين نشوف حالياً بعض قاعدين كنت في المغرب وهذا في جدة وأنا في الأحسان وقاعدين نتواصل وتكلم لحظياً ونسجل ويرح ينزل ويشوفون الناس حول العالم كله هذا هذه فكرة دكتور فيجابانك في القصة فكرة الأركايف ترهي الانترنت على فكرة وشرحت أكثر ممرة وكانت يعني في عالم وانبيس تبدو تظهر من الخيار دكتور فيجابانك جيم بي وفرانكي قاعدين يقولون مجنونة مش كاعدين تقولون اللي تقولون الخيار كلاود نفس نظام الكلاود أي بالضبط نفس نظام الآيفون كلاود بالضبط فالفكرة في الموضوع اللي بيصلها أودة أنه قبل ثمامية سنة وصلوا إلى العلوم وتكنولوجيا قد قد زي ما قلت أن يكون فيها أرواح لو خدت على أنهم سكايبيا لو خدت عفوا على أنهم شعب القمر نظريتك يا شعيب ونظريت جلو من قبل أنهم هم شعب القمر ترى شعب القمر كانوا عبارة عن أربع قبائل الشانديز منهم متخلفين يؤمنون بالأرواح والسلسخ الأرواح وكذا وكذا وشبناهم في حدث سكايبيا وأنهم كانوا موجودين في جاية أولا قبل أن يصلون حتى فوق فهذا الشعب اللي جاي من القمر كان أربع شعوب وكان كل شعب منهم واحد مؤمن بالعلم ووصل لتكنولوجيا أنه يستنسخ الأليين اللي ايقاظهم إنل شفت التكنولوجيا اللي وصلوا لها في القمر صح أو لا يا شعيب تفق معي أو لا فالتكنولوجيا اللي وصلوا لها مرة 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 متقدمة فهمت أنهم في القمر قبل أن ينزلون للأرض نزلوا للأرض قبل 1400 سنة ف500 سنة في الأرض بالتكنولوجيا والعلوم اللي عندهم مع الموارد مع الثقافات اللي موجودة في الأرض اختلطت كلها وصلعت فوق الشيطان اللي لقبت رمو شرط أن يسمونه فوق الشيطان يعني في العالم يسمونه فوق الشيطان ولكن في وانه يسمونه سحر برا وانه يسمونه شيء ثاني فهمت الفكرة المسمى هذا لا تأخذ أنت عندك دكتور فيجا منكو أكثر واحد درس العلوم دكتور فيجا منكو أكثر واحد درس العلوم ويعرف فوق الشيطان ويعرف ذا اللي قول ل قال دكتور فيجا بنكو فوق الشيطان المسيطان있는 في مش ملم لم يصطح بالعلم أنه يفسى مياه في فوق الشيطان إلا إلا فسّر وقاعد يعني استنسخّة ولما وصل لما تستنسخّأت ولما وصل إلى تفسير كيف ولد الفواكه الشرحة؟ على الحين السرافيم الستة فهو أعطاك معنى أعطاك معنى خامش يتطعين قلت بأنها واخبات قلت بأنها واخبات وأبنيات غوصبه شعايب 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 أنا يوم قاطع تأعطيك بساعة خليتك تكلم ما قاطع تأعطيك السرافيم السرافيم اللي يعتبرون مستنسخين عندهم قدرات فاكه الشيطان ورغم أنهم ما أكلوا فاكه الشيطان نحن نتكلم على الأصل خليك ما أنه يستنسخ كون أنه يطلع هو بفاكهة شيطان خاصة فيه ما بعد يوصل لها ما بعد يوصل في العلم هو بنفس يقولك إلى الآن ما وصلت لمصدر الطاقة مصدر الطاقة اللي شغل الآلي قبل ثمانمائة سنة أنا ما وصلت له فهو إلى الآن ما وصل لمرحلة أنه يقدر يصنع فاكه الشيطان لسه ما وصل معنات أنهم سابقينة بسنين ضوئية لسه يا رجل إيش بك يا رجل دقيقة ماجد دقيقة يا شعيب ماجد الحلقة لازم تنتهي لا لا اللي فهمته أنا من كلام شعيب أنه أنت أوكي ممكن يكون عندك القدرة أنك توفر فواكه عندها قدرة لأشياء طبيعية ينطبق عليها القوانين الفيزيائية الطبيعية صح؟ إذا يا شعيب يب يب بس إنه فكرة أيوة بس فكرة إنك تجيب فاكهة والمثال اللي ضربوا شعيب مرة ممتاز فاكهة تخليك تفتح باب باب شي شي يعني خليك تقول لا إذا أنت كعالم إذا أنت كعالم مؤمن بالمالتيفيرس أنا ما مؤمن فيه وأظن ضرب الخيل وخط أصلاً بس بيكون عندك رغب أنك تفتح باب إلى المالتيفيرس أنك تتقل العالم ثاني إلى الفضاء النهائي وات إفر صح أو لا؟ أشوف الموضوع كده بيصير بهوضوي الموضوع بيشت الموضوع بيشت أوكي الصفة عبر الزمن أوكي أتكلم معنا أنشتاين نقدر صفة عبر الزمن عادي العلماء ممكن يعملوا تكنولوجيا وكده وخلات صفة عبر الزمن تفتح باب أوكي خلاص قف للليلة شو تفسيرك؟ شو تفسيرك؟ شو تفسيرك؟ لفاكهة بوك الذي عاد من العالم الآخر العلماء راحوا للعالم الآخر وعمل عليه أبحث يا وحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي؟يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ايش العلم اللي بيخلي فاكهة تستدعي روح شخص وتعيده للحياة استغفوا الله عميز لا نؤمن بهذه الفزعبلات انا مؤمن معاه افق باب في الفضاء وفي الزمكان وهوها وافتع باب واروح لمكان ثاني يا واشيه يا واشيه خوق مثال 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 بس مثال مختم بي يا سب مش فكت الشيطان فكت الشيطان لما يموت شخص الشيطان يطلع الشيطان يطلع صح؟ الشيطان يطلع ويدخل في فاكهة عادية وتتحول لي فاكهة شيطان كيف كيف أخذنا هوح وحطينا فيها قدرة هوح وتنبت في فاكهة فتسي نفس الفاكهة بقدرة كيف كيف سوينا هذا السؤال المرضي جواب علي اودا مؤنى لانهو قدرته عالمه مؤنى لك جوابك الخيصا لكلام شعيب انه ماجد انت تقول انه قد تكون فواكه الشيطان مصدرها علمي صح؟ شعيب يقول لك قد تكون مصدرها مش بالضرورة فقط علمي مئة بالمئة انا اقول علمي ميكس ما اخوزها بالت في شي خارق في شي خارق في شي خارق في قوة خارق ننتظر ونرى طيب يا اخوان ماجد بيضطر يطلع لانه جدول البثوث عندهم والشباب بيطلع وزي كده اعتذر والله العظيم الجلسة في النقاش ممتع جدا ولازم نجي مرة ثانية عادي 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 يا عبد الحنور اكيد اكيد ما عندك مشكلة فعادي ماجد الله يسترعلك انا وشعيب بنكمل الله يوفقك يا رب بنرجع نكمل معاك وانا حاجي اشوف الحلقة عشان اسمعش قال شعيب بعدين اشانا ارد عليه بعدين طيب طيب الله يسترعلك فيه برضه نظرية طرحوها المتابعين وقت البث كان يقول لك حكومة العالم تسعى دائما انها تمحو التاريخ مزبوط واحد اسباب محو التاريخ هي قتل ايمان الناس بوجود فاكهة معينة او اسطورة معينة فاذا انت قتلت ايمان الناس بوجود هذه الفاكهة او هذه الاسطورة نيكا او ايا كانت الاسطورة بمجرد ما الناس تنساها الشي هذا راح يخلي الفاكهة هذه تتلاشى من الوجود تدريجيا بقدر نسيان الناس لها علشان كذا كانوا دائما حريصين انهم يمحوا التاريخ وما يخلوا الناس تفتكر شي معين على اساس لا يرجع يتكون من جديد وهذا الكلام اللي خلاني اتكلم برضه في النقطة الاولى ان فواكه الشيطان ممكن تظهر من العدم في مرحلة ما بناء على رغبات الناس فيها فهمت تفكها لكن اذا كانت الفاكهة موجودة راح تظل موجودة مثلا اذا مسحوا قصة نيكا فالناس مش هتفكه في نيكا او انه يرغبوا بان في ذلك المحرر انه يظهر فبسبب ذلك فان الفاكهة راح تختفي نعم mmm فاكهة موجودة و لكن ممكن مش هيظهر الشخص اللي حياكل الفاكهة بما ان Jonas لم تتمنى انها تكون مثل مرحلة او انها متل مرحلة او انها تكون مثل مرحلة فالفاكهة لن تأتي إليها لن تحصر على الفاكهة ما منظرية مقبولة شوي لكن الفاكهة رح تضل موجودة وح تضل موجودة مهما محوتها من التاريخ ومهما محوت الفاكهة رح تضل موجودة وح تضل موجودة وفاكهة نيكا غيّة واسمها منذ 800 سنة ومع ذلك ظاهرت بس الفكرة يقول لك ولكن 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 ما فيش واحد قدر أنه يظهر نيكا في ناس أكدوها ما فيش واحد قدر أنه يظهر ويصل إلى طهنيكا إلى لوفي لأنه هو الفتر الموعود بالضبط بالضبط هذا برضو يعني مفكة مقبولة شوي وهذا يفسر سبب ظهور الجوي بوي لأنه الناس كانت مؤمنة فيه وظل موجود طول الفترة هذيك ولكن الشخص المناسب للجوي بوي أو لظهور الجوي بوي كان لوفي جميلة جميلة نيجي لي طبيعة فاكهة بوني واللي صراحة يعني واللي على ما يبدو أنها ليست مجرد فاكهة تتلاعب في العمر فقط بل برضو فيها جزء يعتمد على مخيلة صاحبها صاحبتها نيجي مثل فاكهة نيكا إلى حد كبير لأنه لو فاكر سألت كومة بوني قلت له كيف شكل نيكا وقال لها ما أحد يعرف شكله ولكن يقال أن جسده يتمتع بخواص المطاط ويقاتل كما تملي عليه مخيلته شوف رمالها الكلمتين هذه وهي برمجتها بطريقة ووظفتها في إيش في فاكهتها شوفنا بوني تقاتل بمخيلتها وتختلق ضربات من مخيلتها يعني البنت قادرة أنها تسوي أشياء جداً كثيرة وغريبة بفاكهتها تقدر تغير بنيتها الجسدية تقدر تحول جزء من جسدها إلى شكل معين بل كان عندها القدرة أنها تشوها الواقع في لها ضربة كذا اللي هي تشوها الواقع وتشويها المستقبل والضربة ذي ذكرتني بضربة للحية البيضة لو فاكر كذا لما كان يضرب الواقع بيدينه فأنا أعتقد أن أنا أمام فاكهة قد تغير الكثير والكثير وقد تضيف الكثير إلى قصة تون بيس تفضل أنا أشوف أن فاكهة بوني مع أن يوم اكتشفت أن أكلت الفاكهة فيها ذلك في الكنيسة فتح الكتاب وقال بأن هذه ستكون فاكهة التوشي توشي نوم فاكهة العمر عمر نوم ولكن ممكن الوجو كان مخطئ هذه ليست فاكهة التوشي توشي نوم أو ها متغير اسمها تم تغير اسمها زي فاكهة المطاط ما نبغاش نحن نعيد نفس السيناريا أوكي ما نبغاش نعيد نفس السيناريا لكن ممكن أنه لأنه هو لما راح ضوه في الكتاب وقال بأنه هي راح تكون فاكهة التوشي توشي هو كتاب فواكر الشيطان للعلم فيه صوهة وفيه معلومات عن الفاكهة وصف للفاكهة هو ما شايفش الفاكهة لأنه هي أصل عاقلة الفاكهة هو من من اللي تقدر تكبر وتصغر نفسها ففي الكتاب فيه بأن فاكهة تقدر تكبر عمر وتصغر عمر فقال بأن هذه تكون فاكهة التوشي توشي نوم هذه نقطة وممكن اسمها فاكهة التوشي توشي نوم لكن فيه جانب آخر من الفاكهة أو ده ما أظهره وش مثلا فأنت لما تصغر واحد وتكبر واحد أوكي هذا شي لاو علاقة بالعم ولكن أنك تتحكم فيه شكل جزء من جسدك أنت هنا تجاوزت فكهة العمر فيه خيال فيه خيال أوكي زائد أنه هي تستخدم دائما حتى هي قصة أنها تكبر نفسها وصعت حتى في الأجهات لما صغرت فيغا بانك كانت تكبرت نفسها واستخدمت نفس التقنية تشويه المستقبل هي تشوه ذلك المستقبل تتخيلوا تتخيل مستقبل معينوا تشوهوا بالطريقة اللي تبغاه هي فهي لما استخدمت تشويه المستقبل تخيلت نفسها بأن عندها ضرع عملاقة فمثلا يوم كانت استخدمت تقنية فيه لما كانت استخدمت تقنية بأنه خلت الجنود تبع البحرية يحسوا بشعور أنهم على حافة الموت هذي ما هي تبع ساترن؟ لا قبل كانت تقاتل تحت لوحدها مع جنود البحرية استخدمت تقنية تحس بأنك راح تموت هذي ما عندهوش علق بأنك تسخه وتكبر لا لا الموضوع أعمق وابعد من كده بكثير فمتعين لما مثلا حتى يوم هي مثلا كان تكبرت لوفي خلته عجوز أوكي أعطاك أحد لأن أودا في الاس بي اس كان رسم لوفي عدة مظاهر لما يكون عجوز لو كان المستقبل كويس وعجوز لما يكون المستقبل سيء لو في شي خاطئ صار في المستقبل أودا أعطاك لو كان المستقبل خاطئ وكتبك تحت أحد المسارات فهنا تحس بأن حتى قصة بأنه بوني لما تخليك صغير وكبير على حسب هي متخيلك أن تشوى في تشوية للمستقبل فأنتمعي لما نقول تشوية للمستقبل زي يساوي هي شو تخيلت فأنتمعي فمسألة أن لوفي صع عجوز وقصة معندش علاقة بأنه هي كبت وصغرت القصة هي شو تخيلت كيف تخيلت لوفي بعد خمسين سنة أنا أبغى لوفي عجوز فني طلع معها بأنه يكون بعد الشكل أنا أبغى لك تكون صغي تكون صغي أنا تخيلتك هيك تكون صغي صدقني الموضوع ما له علاقة في العمر فقط أو ممكن أصلاً ما له علاقة العمر أصلاً مجرد تعريف الفاكهة ذاك ممكن يكون تعريف الفاكهة أخرى ممكن هي القصة كلها تعتمد على الخيال ولكن طبعاً الخيال عندها محدود مش خيال مطلق لأن مثلاً الخيال في إطار تأثر على الشخص محدود يعني مثلاً لو أخذنا الخيال اللي عند لوفي لو في المكان يقاتل لوتشي طلع عن الضارة من شعر هذا خيال مطلق هذا خيال مطلق تطلع عن الضارة أنا أبغى أن أتضع طلع عن الضارة هيك تطلع عن من شعرك أو جدهة هيك تصنعها تصنعها هيك من شعرك هذا بوني ما تريد شو تفعل هذه الحاجة ولكن تقدر تطبق الخيال على نفسها وعلى الأشخاص فهمت معي؟ على نفسها وعلى الأشخاص أبغى أكون يعني ما تقداش مثلاً خلينا نقوله تطلع شي مثلاً أبغى أطلع عنه مثلاً أي أن كان هاتف مثلاً أبغى أصنع هاتف أصنع شيء فهمت؟ لا لا لوف يقدر يسوي هذه الأشياء يقدر يطلع أشياء مثلاً يبغى شيء يطلع من جسده بسبب الفاكهة لكن هي لا خيالها في إطار جسدها هي أبغى أكون عملاقة أبغى أكون قزمة أبغى أكون عجوز أبغى أكون أنت أتخيلك مثلاً ستموت أتخيلك مثلاً صي أتخيلك عجوز أتخيلك عملاقة أتخيلك كذا طبق هذه جزء من الخيال هذا الخيال يعني وهو لو تجي تشوف خيال في إطار عمر أما أإني أخلق شيء أو أن أصنع شيء طorق لوفي صح ه hätte عنده خيال مطلق ولحد الآن ما مستخدمش الخيال هذه لوفي لوفي يستخدم الخيال هذا في إطار لحد الآن لوفي يستخدم الخيال هذا في إطار فاكاته يعني يجيبك تقنيات غريبة وفي إطار تفكيره نفسه في مخه هو إيش يفكر لوفي شخصية هزلية يفكر لنطب الحبل يلا يفكر إنه مدري إيش يسوي يلا تفكيره ضمن حدود تفكيره يعني الفاكهة فاكهة نيكة لو طاحت في يد واحد مجرم يعني إيش بيسوي لهذا لوفي الحد الآن ظهرت حادثة واحدة بأنه صنع شي معين تخيله صنع نظار فمثل لو تخيل أنه يبغى همح الوحي يقدر يصنع همح يبغى سيف هل يقدر يصنع سيف؟ سفينة فمت معي لكن لوفي حتى هو على وقت بأنه قلت خياله مطلق يعني فاكهته تعطيه خيال مطلق لكن مش هيكون لك المطلق المطلق فمثل إنك زي ما قلت أنت تبغى تصنع سفينة فمت معي لأنه لوفي لوفة أسمع لازم يترك لك حدود شوية فالنائب تصير لأنه لوفي حتى يوم صنع يوم صنع شي أو مش مثلا قل لي هذا الشي بان فبان يعني أطلع أطلع فمت معي هيك أنا مثلا أسبي المثال أنا أبغى قدامي مثلا سيارة فرح تباني الصيارة من جسده أطلع الشي من من جسده طلع حط إيده في شعره وطلع نظارة يعني رح تكون فيه حدود إلى أي درجة جسدك يتحمل لك الخيال اللي رح تصنع يعني حتى لو في محدود محدود في جسد هو ودخل لا يدوبك نظارة يدوب يدوبك نظارة فمت معي بوني عنده خيال لكن حتى هو محدود ودائما تكوى وهي نفس الجملة تشويه المستقبل تشويه المستقبل كانت تخيل مستقبل معين فمت معي ولكن المستقبل يتحق برضو انت زي ما قلت الموضوع له علاقة في العمر العمر الزمن كلها كده كلها حوالين بعضها جالس الدور حوالين بعضها آه هو العمر موجود لكن ممكن الفاكهة ليست يعني وظيفتها الأساسية الأساسية تكبه وتصغر بوني ممكن قاعدة تكبه وتصغر بسبب شي تاني بسبب خيالها فلت معي بسبب ممكن خيالها ممكن ممكن الفاكهة ينطبخ عليها وصف ومش يقولوا المستقبل بالياباني ميراي 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 نومي مستقبل مستقبل انها المستخدم المستقبل اللي يتخيل لنفسه أو للشخص في حدود جسده يقدر يصي يقدر يتحقق ذلك المستقبل مو برضو سوتها في الباب حتى الباب لما ممكن تخيلت انه الباب خلاص مصدي خربان بوم الباب مر من خلاله الزمن و اه مر من الزمن وصب لهذا يضل يضل فيه يضل فيه فيه انا انا اقول لك يعني ممكن يعني الى يومك ذا يعني او دا دائما حريص انه ما يسوي تعقيد كبير في قصة بس انه مش بمفهوم التعقيد بقد ما هو غموط يحط لك غموط يحط لك بس تعقيد ما انا حس الفاكهة اذا اذا كلامنا اللي قاعدين نقوله قاعد ممكن يعني اعتقد انها رح تضيف تعقيد كبير جدا للقصة ووتها بحد ذاتها لانه برضو فيه ناس قل لك انه لا قوني جالسة تجيب اشكال الشخصيات من مسارات زمنية ثانية واتطبقها هنا قاعدة تجيب شكلها من هو المبوع يلحس بس انا اقول لك قد ايش الفاكهة خلت الناس تبدأ تفسر فيها غريب لا 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 شوف شوف اودة من عم هما هيدخل في قصة المسارات الزمنية بتصير لخبطة بتصير لخبطة اودة حتى يوم ادخل فاكهة الزمن خلاها للامام بس خلاها للامام مرجعش للخلف لانه عاف لوجع الخلف بتصير ليحوسة اه خلاها للامام بس حتى صعب ادير اودة ميدخش في الاشياء هذي هذي اشياء غاد تخلي لخبطة وحد تسوي اه في مثال كنتو حنساه يوم بوني هي غريبة مثل بوني خلت نفسها عجوز وصعت تشبه ملكة سوربت كوني لكن مش عجيب بانها يوم صعت عجوز صعت تشبه هذا برضو موضوع ثاني يدخلنا في موضوع الخيال قديش هي تقدر تتخيل هي تخيلت نفسها عجوز تشبه تشبه كوني فصعت لانه سبحان الله يعني صعت عجوز فصعت تشبه كوني لكن لا هي تخيلت نفسها عجوز تشبه كوني فصعت تشبه كوني كوني انا حتى والله كنت قلتها في احد الانطباعات قلت بانه بانه بوني ما عنداش علاقة بالعائلة الملكية بوني ما عنداش علاقة بالعائلة الملكية وبانه اللي سواته بوني كان مجود محاكات فصعت تشبه اوكي كلام هاي كمان ميت وخلص وحاليا لما صارت القصة اللي تبع الخيال يعني لا هي تخيلت وجابت نسخة قريبة نسخة قريبة يعني نسخة أشبه بطبق الأصل لدرجة انها عدت من قدام ألفة وقالت لها روحي الله يسسع عليك يعني مش يعني هي ومش بالضاهوهي مش بالضاهوهي انك لما تصيه عجوز انك راح تصيه قذم زي كوني ممكن تصيه عجوز وانت في نفس الطول ممكن تصيه أطول ممكن فانت معي لكن هي إجابتها بالضبط هي إجابتها نسخ لسق لا لا نقول لك الفاكهة 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 أمرا عجيب وهذا برضو يتركنا أمام خيار أو أمام احتمال أنه ممكن فاكهة أو ممكن حكومة العالم مش فقط فاكهة لوفي اللي يبوا يخفوها ممكن في فاكهة ثانية ممكن في فاكهة ثانية مزيفين أسماءها من شدة خطورتها ممكن نكلم عن فاكهة مرعبة صراحة فاكهة شي شي غريب أنا أنا ما أحبتش السيناريو هذي تكرر مرة تانية أوكي؟ أنا موش يتكرر نفس السيناريو بس تعلمك بفطورة في كل فاكهة لها مدى خطورة يقول لك بأن حكومة العالم في فواكهة معينة قامت مثلا بغيرت أسماءها أو زي ما قلت لك الفاكهة أصلا ما أسماش توشي توشي وكان مجود خطأ تخمين كذا تخمين يمكن هي خمن لأنه لأنه في فيلم في فيلم زيد شفت أنت فيلم زيد يب يب شفت كان فيها هيك البنت لي معا زيتو لأنه كانت تقدر تكبرتصغر ما أنا فاكر والله أيوه 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 اللي صغرت نامي أيوه كانت تتصغر وتكبر هذيكا أيوه 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 بس رجع لي رجع لي الشاشة حقك لاني خطفيت أنا أبغى أعب فاكهة شو اسمها اسمها أين هي اسمها أين لكن أبغى أعب فاكهة تعجو اسمها اسمها دقيقة موضو موضو يعني باك باك نومي يعني كأنه ترجع بالزمن ترجع الشخص بالزمن من خلال عمره آه أوكي فكاته أنه ترجع الشخص بالزمن ترجع الشخص بالزمن عمراً اي ترجعه بدلاً ما يكون عمره 50 يصير عمره عشرة أوكي هي ما تودكش لقدام بس ترجعك وراء باك باك ترجعك الخلف أو دا يتلاعب هو يطلع لك من 20 ألف شو اسمه؟ يطلع لك كثير فواكه زي مثلاً فاكهات أعطيك فاكهة الماغمى وعطيك فاكهة النار وعطيك فاكهة الحرارة آها الفرن الحرارة هي اللي عند أوفن من طاقم الباقم أوفن يعني فرن بالانجليزي وكلهم يلعبوا في نفس المضماء النار حوالي النار وبس اختلفت العناصر وطريق التوظيف برضو يعني لو بناخذ موضوع تصنيف الفواكه بمدى خطورتها خلينا على سبيل المثال نفترض أنه إيمو سما عندها فاكهة والفاكهة هذه فقدت بتفهمني إنها راح تصنف كفاكهة عادية مستحيل راح تصنف بنفس خطورة الفواكه اللي من ضمن الفواكه الخطيرة بعندك عندك مثلاً فاكهة لو كان فاكهة خطيرة مهم يا سلام عليك شكراً لك لكن لم يتم تغيئ اسمها وفاكهة لو تعتفى أغلى فاكهة ضعت في قصة وان بيس عشرة مليار بايوي يعني عشرة مليار بايوي لما كنتش مخطئ عشرة يا رجل أغلى من أغلى من جوائز اليونكو كلهم جمع لي اتنين يونكو جمع اتنين يونكو جمع اللحيا وشانكسو ويدوب تحصل فاكهة لو جمع ووو 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 اتنين يونكو جمع شخص يحمل هذا القدر الهائل من الخيال بتكون بخطورة الجوي بوي اللي ظهر زمان و اللي قلب الدنيا بوقتها جميل جميل عندك شي ضيفة يا شعيب بعد كده أنا خلصت النقاط اللي عندي تقريباً ما في شي ضيفة الصلاة انا كان ودي اقول لك ايش نتوقع في الفصل القادم بس برضو تكلمنا انه ممكن الفصل القادم يقفل الليلة خلاص غالباً ايني سواء بترتيب نهاية السنة اللي قلت انت أو بانه خلاص ما عاد في شي نحتاج نعرفه اكثر كده عن عن بوني وعن كومو الا اذا كان واح يستمع في قصة بوني يعطينا شوية واح يجيب مجموعة احداد واح يجيبك لوفي انطلب في رحلته اتوقع لانه مازال 6 اشهر واح يجيبك لوفي انطلب في الرحلة ممكن يجيب بوني بعض المغامرات هنا وهنا وان وصلت يقفز في الاحداد يوصل الى الشابون دي على الطاري متى تتوقع اودا بيبدأ يعطينا فلاشباك لوفي اتوقع اذا كان واح يلتق ب دراغون اذا كان واح يلتق بدراغون ممكن انه اودا اذا كان واح يلتق بدراغون عندك فلاشباك هو مع شانكس كيف التقى معه متى قالوا تلك الكلمات فهمت معي لوفي مازال عنده فلاشباكات لوفي فيه فلاشباكات اتوقع اصلا فلاشباك لوفي بيكون شي عظيم جدا بيكون شي مرعب وبيفسر اشياء كثيرة لها علاقة بشخصية لوفي وحب لوفي للجماعة عكس الوحدة اللي هو يتهرب منها دائما يب بس في عام ما اتمنى فلاشباك انت يبغى الاغ هاتس حلاص ايوان بنرجع نبنشوف المصيبة الكبيرة بخصوص هذا في ناس تقولك انه كيزا روح احتماليا انقلب ممكن لانه لو تشوف انت الادمولات كلهم تغييهو بس تنقزها وكل اللي تغييهو وجميع الادمولات اللي تغييهو مثلا عندك اوكيجي خرج طبع هاني الوحدة بس كيزري واخيجي اوكيجيين اوكيجيك اوكيجر نعم ح而且 معدام المصيبة يب ما توقع انه بيظل موجود ممكن اه ممكن اه ممكن خلص يبقى منصبه واردا يعطينا شخصية جديدة ادميرال جديد ادميرال جديد يب احنا حاليا عدنا فجيتوها حتى اودا لو نحنا حاليا عدنا لو جيت تشوف انت الادميرالات الحاليين فجيتوها عنده فاكهة فراميسيا اه التور الاخضى عنده فاكهة اه ام وعندك كيزاهو لو افترضنا بانه مش هيضل في منصبه اردا رح يجيب لك واحد عنده فاكهة زون امم فهكدا الجيد القديم كان كل عندها اودا واحنا بده يتنوح كلهم متنوعين انا احساسي ممكن نفقد كيزاهو كادميرال ولكن يظهر ادميرال جديد ممكن اتوقع وغير كذا أصلاً يعني فيه أشياء كثيرة تدعم انقلاب أو انسحاب كيزارو من الصورة كونوا له ماضي مع فيقابانك له ماضي مع كومة له ماضي مع بوني له ماضي مع الشلة ذولي كلهم وشوفنا كيف كان يرقص معهم كمان رقصة الجوي بوي يعني فيه فيه جزء إنساني جيد منه وغير كذا عدالته مصنفة على أنها العدالة المبهمة إذا ما خارضني لا المبهمة توقع المبهمة كيزارو إلا المبهمة اللي هي يعني مش واضحة كذيني على حسب على حسب فجميل جميل والله الله يعطيك العافية والله شعيب نورتني وانستني كالعادة ونشكرك على تواجدك ودائماً صراحة تثروني والله أنا دائماً حريص أني كل فترة وفترة أسوي مراجعة للفصول مع مع اليونك الكبار في عالم وانبيس مش مش لشيء بس لأنه أنا ما تابعت وانبيس إلا مرة واحدة وعادة لما أسوي مراجعات أقرأ التعليقات يجوا يسوي لي المتابعين وجيها النقطة اللي قلتها بخصوص دي النقطة ترا في الفصل كذا وكذا أو في الحلقة كذا كذا ذكرت فهذه الأمور اللي ما أنا قاعدين تساعدوني فيها كثيراً صعب 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 في البداية أنك تكون ملم بكل التفاصيل صعب صعب أنا حاولت أني أطبق هذا الشي حاولت أني أطبقه مع كونن حاولت أني أطبقه مع تاوا حاولت أني أطبقه مع جوجوتسو حاولت أني أطبقه مع أي مانغا الناس يقولوا لي شو عايب صي ما تتسوي على مقاطع صي لكن صعب جداً أنك عشان تتكلم تتكلم في في عمل معين أو كذا العمل الوحيد العمل الوحيد من بعد وان بيس لي كنت أتناقش فيه ونزل فيه مقاطع وممكن تقول نظويات وكذا كان أو جمل عمالك قابل للسيطرة يعني كون حلقات قابل قابل للسيطرة ولكن في أعمال عندك مثلاً جوجوتسو على الوغط أنك تشوفوا مثلاً عمل ما تابعت أنا باقي تشوفوا متابعش لسه منتظر منتظر الحلقات تكتملوا بتابعوا دفعة واحدة مع المتابعين إن شاء الله محمسيني علي محمسيني شيء أقزك ما شفتوش إطلاقاً نهائياً آمان يعني تابعت منه زمان زمان تابعت منه سبح حلقات شيء زي كده ووقتها كنت موظف وبعيد عن السوشال ميديا ما قدر تكملوا إن شغلت عنه وإلى يوم كذا جوجوتسو على رغم أنه ممكن تقول تقدر تلم العمل ولكن الكاتب إجا إجا في محلة معينة خلص عقدها بق الراسمياً صاحاً هامتوا يبدأ الموضوع يتعقد بشكل مرهب مرحيصير رخبطة رخبطة أنا وأنا مراد كنت أشوف الفصول في المانغا أشوف الفصل وأعجع أشوفوا موتين تليست عشان كنت شوف تردات تبع الزماعة عشان أفهم شو صاحب الفصل أوه طب كويس إنك عقدتن المعلومة دي يعني إذا طابعتوا بتابعوا بتركيز مضاعف المهم يعني شوف السيزن الأول مافيشالك الأشياء معقدة جداً بعد السن الثاني هذا à partir الطائب ي jullieent التعقيد 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 بدأ بعد السن هذا هل رёзnalه سير Serie後 ي Associated بعده الكاتب بن commencer واحد الاستواتين يا سلام يا سلام يا السلام يا سلام يا سلام جميل جميل والله so thankful والله overboard في الحوارات OnePeace والله أعطيك العافي والله يا شعيب والله أعطيكم العافة أعزان المشاهدين في كل مكان وزمان كم معاكم الوج slaughter وشعيب من قناة داتشي في مراجعة الفصل الفمئة وواحد السلام عليكم